بسم الله الرحمن الرحيم دي الحلقة الأولى من سلسلة تطوير مهارات الحل الرياضي هنبدأ نهاردة عبعض بإذن الله في أول فيديو في هذه السلسلة وهو بعنوان القاعدة الذهبية في حل التكاملات هنشرح فيها شرح مفصل لهذه القاعدة ونحل عليها 18 مسألة لكن نحل النهاردة منهم 3 بس والباقي هنحله بإذن الله في السلسلة الرئيسية بتاعتنا اللي بنحل فيها مسائل التكاملات بما أنه نهاردة نتكلم عن حاجة خاصة بالتكاملات هفهمك السلسلة دي نعمل فيها إيه على السريع؟ المفوضة نحن فيه سلاسل على القناة كتيرة جدا منحل فيها مسائل هدفها تطوير مهارتك في حل المسائل الرياضية مش بس كده تطوير مهارتك في حل المشكلات عموما قلنا قبل كده المهندس ما هو إلا رجل يقوم بحل مشكلة معينة عايز أقولك الإنسان في حياته الدنيا هذه ما هو إلا إنسان بيواجه مشكلة معينة يبدأ يوجد لها حل الحل ده بيبقى عبارة عن علم العلوم كلها ما هي إلا وسائل أدت بنا في يوم الأيام لحل مشكلة معينة الطب أدى بنا لحل مشكلة وهي علاج الجراحات اللي بتحصل في الإنسان إن الإنسان يحصل فيه جرح معين عايز يعالجه يحصل عنده مرض معين وباء معين إصابة معينة عايز يعالجها فنشأ إنسان أو فجاء إنسان فقام بإعمال عقله فوصل بذلك العقل والخطوات المرتبة التي ماشى عليها والتي نسميها المنهج العلمي التجريبي أو المنهج العلمي في العموم عشان التجريبي دي نوع خاص منه فوصل بذلك إلى وضع آلية معينة لحل هذه المشكلة التي واجهته فخرج إلى النور العلم الذي سميناه علم الطب بكل فروع وكل فرع من علوم علم الطب الهدف منه أو من أفره علم الطب الهدف منه هو حل مشكلة معينة المشكلات قد تختلف ولكن طرق حل المشكلات تحتاج لإعمال العقل وترتيب الخطوات اللي العقل بيمشي عليها ترتيب هو هو في كل العلم تقريبا ثم جاء واحد آخر فلاق مشكلة أخرى في هذه الحياة وهو أني محتاج مثلا ينتقل من مكان لأخر عايزين نعمل ما يسمى بوسائل المواصلات فاحتاجنا لعملها أني حنعمل حاجة قبلها حاجة قبلها بدأت العلم تتراكم بعضها فوق بعض كل مرة كنا بنواجه مشكلة كنا بنسلك بالعقل بتاعنا منهج علمي متدرج للوصول لهذا الحل لهذه المشكلة وده اللي بنسميه مهارة حل المشكلات لما جاء أدربك على مهارة حل المشكلات أدربك إزاي؟ أحط لك مشكلة أقول لك حلها باختصار شديد وفي طريق حل المشكلات نحتاج إلى إيه؟ الاستفادة من موضعه السابقون قبلنا ما ينفعش تيجي تحل المشكلة فتقول لي الله بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة كيف اكتشف الإنسان النار؟ وتبدأ من أول مشكلة وجهة البشر لأ أنت بتعتمد على الناس اللي قبلك اللي حلوا مشكلات قبلها عشان تستخدم ما توصلوا إليه وأثبتوا ويعني أبدعوا في إيجاده أحل المشكلة الأول بعدين أوصل أن أنا أحل المشكلة 161 لأ أنت بتستعمل ما وضعه من قبلك في الـ 161 درجة دول عشان توجد حل للدرجة 161 فعشان كده في سبيل حل هذه المشكلات التي تواجهك أنت مش بتدع من الأول خالص أنت بتعتمد على إيه؟ على بعض القوانين على بعض القواعد ولما نيجي ندرس بقى المية وستين قاعدة اللي احنا وصلنا لهم أو 180 أي رقم شوف أنت في أنه علم والعلم ده هتشوف أنت وصلت فيه لأنه درجة من المعرفة وتبدأ تدرس ما سبق ما فعله السابقون قبلك عشان تصل أنك تحط حل للمشكلة اللي عليها الدور بنعمل إيه في القواعد اللي فاتت دي عشان تفهم منهجية العلوم ما أشياء إزاي وتفهم إزاي أنت تطور مهارتك في الحل الرياضي أو في الحل في أي مهارة أخرى أو في أي فرع من العلوم الأخرى أنت بتدرس اللي فاتوا دول بشكل يخليك فهمهم كويس مش بس كده وفهم كل واحد فيهم لما جاي حل المشكلة اللي وجهته كيف صار وما الخطوات التي صار عليها للوصول لهذا الحل عشان تستفيد منهم مناهجهم وليس مسائلهم وده كلمنا عليه كتير قبل كده قولنا حب نتعلم حاجتين رئيسيتين لما نقرأ كلام من سبقونا في أي علم من العلوم بداية من علوم العقل وعلوم التجربية بكل أفرعها وحتى علوم النقل والرواية بنتعلم منها حاجتين رئيسيتين بنتعلم المسائل نفسها كل مسألة نشوفه وحلها ازاي نشوف ماذا فعل نيوتن ليصف لنا الحركة ماذا فعل وليوم هارفي ليتكلم عن الدورة الدموية ماذا فعل قبله ابن النفيس ليتكلم عن الدورة الدموية الصغرى ماذا فعل ونبدأ ندرس كل واحد منهم ايه اللي عمله ماكس بلانك ايه اللي عمله في دراسته للكهربية والمعناطسية ايه اللي عمله سيجموند فرويد في دراسته للسايكولوجيكالاناليسيز كل علم العلوم دي بنبدأ نبص الراجل ده حل المشكلة اللي واجهته ازاي ادي اول نقطة ابقى عرفنا حل مشكلة معينة حلها ازاي ده عملية تطبيقية بنشوفه وطبق ازاي دماغه وطريقة تفكيره على حل مشكلة معينة لكن قبل دي بنعمل حاجة تانية مهمة جدا احنا بنعمل حاجتين زي ما قلت لك بنتعلم المسائل الفردية كل واحدة فيهم اتحلت ازاي وقبلها بنتعلم المنهج الطريقة اللي دماغ الناس دي كتشغلة بيها لان الناس دي هم عبقرة الكوكب باختصار شديد هم دول ناس اللي تفهم يعني هم دول ناس اللي ايه اللي ماشيين في العلوم دي بشكل حلو فبنتعلم منهم مناهج مش مجرد مسائل بنتعلم مناهجهم في استنباط ايه الحلول في ايجاد الحلول هو ده اللي بنسميه مهارة هي مهارة مش بس مسألة بعينها مهارة حل المشكلات يبقى لما تيجي اقول لك مهارة حل المشكلات هنت هنطورها ازاي محتاجين نعمل للعاملين دول اعلمك منهجية واسس حل المشكلات عموما واطبق لك ده على ما فعله السابقون قبلنا اللي بنعمله النهاردة هو كله ايه يعني هل التماثر مسألة دول مسائل يعني عجز العلم عن حلها او مسائل لم نتوصل اليها بعد لا خالص احنا عارفين نحلها بالفعل بس بنعلمك بنذهلك كتطبيق عملي على ما سنشرحه في هذه القاعدة وغيرها من القواعد من طريق التفكير بنقول لك بس يا ابني احنا بنفكر بالطريقة واحد دين ثلاثة بس الكلام النظري مش كفاية تعالى وريك هنطبق الكلام النظري ده ازاي وازاي هنفكر عشان نحل مع بعض مسألة واثنين وثلاثة وعشر ومية كل ما تكتر تمرينتك مش بتحفظ اي ولا تمرين منهم انت بتطبق القاعدة بتاعت التفكير على المسائل دي عشان في يوم من الايام النهاج العلمي التجريبي اللي هو تعلمه ده لو فرض ان احنا يعني في وسط علمي جيد مش مجرد رص طوب للأسف احنا في زمن باية الشركات شغالة رص طوب انت بتروح تعمل تاسكات معينة يقول لك خد المهمة الفلانية عملها يلا سلم خد ترقية وخلصنا لا انا بتكلم لو فرض ان انت في مجتمع علمي وسنقفل بس الموبايل احنا عادين زي ما بترك عارض عرب اللي مستعجل ربنا وفقك انا قاعد مع الحبايب فعايزين نتكلم استفيد انا والله عايز اقول لك انا قاعد في مكان للأسف مش معزول في الصوت انا لو كان المكان ده معزول كنت هطلع لك كلام تاني خالص كنا هنقول بقى براحتنا قوي يعني سأنا عندي مشكلة كده مهم فالمهم انت بتعمل ايه بقى عايز ستطور عندك مهارة حل المشكلات فمن اصغر مهندس موجود في اصغر شركة لو احنا افترضنا ان احنا في مجتمع بيهتم بالوسط العلمي والبحث العلمي فهو بيواجه مشكلة في يومه بيحاول يعمل عقله على وفق المنهج لو سبت العقل يشتغل من غير آلة او من غير منهجية من غير ضابط يعني من غير ضوابط تحكمه هيا ضل هيروخ في اي اتجاه هتلاقي كلنا اختلفنا مع بعض على طول لكن اللي بيحكم الوسط العلمي يقول لك سنضع هذه المسألة على ميزان العلم ايه ميزان العلم الضوابط لتحكم العقل عندنا امور تحكم هذا العقل تقيده ما ينفعش تيجي تقول لي احنا على ما عشان كده قلنا بكده في شرح بس ما كانش على اليوتيوب لأسف شرحنا الفرقة بين النظرية العلمية والفرضية العلمية او الفرضية وخلاص واللي بنتوصل فيها بعد بعد اجراء عدة تجارب عليها ان تصبح نظرية وقلنا الفرقة بين النظرية والقانون العلمي القانون العلمي شيء شيء اسمها ايه مضطرد في كل الامور اللي موجودة في الخارج يعني لقينا ان كل الطبيعة اللي حوالينا الطاقة فيها لا يمكن ان تفنى يعني تتحول للا شيء لا شيء تصبح عدما ده مش هيحصل ولا يمكن ان تستحدث من العدم الا بايه بمؤثر خارجي اللي هو في الكون كله على بعضه الله عز وجل لكن لما خلق الله الكون واصبح جواه طاقات معينة قلنا الطاقات دي لن تفنى ولن تستحدث من العدم وانما ستتحول من سورة لأخرى ده قانون علمي ينفع تيجي تقول لي ده ضابط ده ضابط يحكم عقلك مع الوقت ما يفعش تيجي تقول لي انا عملت اختراع الاختراع ده بيخلق طاقة من اللاشي اقول لك لا انت مش فاهم انت عندك ازمة لانك كده ماشي بالعقل فقط من غير ضوابط تحكمه يبقى التوابط دي بنسميها المنهجية العلمية التي تصل بها لحل مشكلة معينة ده هيبدأ معاك من اصغر مهندس في اصغر شركة لما تتخرج لما تيجي تحل المشكلة وصولا للساينتست الكبير اللي في اي علم ان العلوم التجريبية في اي علم يطلق عليه ان هو ساينس علم تجريبي حتى في العلوم العقلية علوم المنطق والفلسفة وغيرها لما اقول لك من خلق هذا الكون دي بروبلم عايزين نوجد سوليوشن ليها عايزين نحل المشكلة دي فلازم نسير اولا بنسير بالعقل دي العربية اللي ماشيين بيها وفق طريق معين وفق ضوابط معينة واصطلح عليها البشر واتفقوا عليها او آليات عقلية متفق عليها نبدأ نمشي عليها ونصل بها الى ايجاد حل لهذه المشكلة او اجابة لهذا السؤال او وصف لهذه الحالة اللي قدامنا هي دي انواع المشكلات اما انك بتصف واقع عايز نتعلم نصفه ازاي عايز اعرف عشان تنبأ بالمستقبل لو انت عايز تعرف اللي علوم دي لازمتها ايه انك تصف الواقع لتتنبأ بالمستقبل هي دي الفيزياء كلها كل علوم الفيزياء والرياضيات اللي معاك بيتعانقوا مع بعضهم عشان يحققوا هذا الهدف ان انا عندي جسم متحرك قمنا ايليين طبعا نعمل معادلات تصف حركة هذا الجسم فكرنا مش هنا على منهج علمي راسين وهو منهج الرياضيات لغة الكون تقريبا اللي بنتكلم بها في كل حاجة عشان نصف فيها الحاجات اللي حوالينا وصلنا لمعادلات الحركة الثالثة اللي بتصف حركة الجسم متحرك بتصارع منتظم فقدمنا نعمل ايه نتنبأ بالمستقبل تنبؤ حلال ازاي اقولك لو الجسم ماشي بسرعة 5 متر في الثانية وتحرك من الصفر فبعد 5 من نقطة الصفر من نقطة البداية الريفرنس اللي احنا افترضنا انه هو الريفرنس بتاعنا فبعد 5 ثواني هيكون فينا تقول لي كل ثانية بيقطع 5 متر يبقى 5 ثواني على بعد 25 متر اذا ده انتنبأت بالمستقبل بس تنبؤ صح يبقى وصفنا الواقع بشكل مضطرد يعني متكرر يعني يخضع له الواقع اصلا حلو عشان نتنبأ به بالمستقبل بما سيحدث ده اللي شغال به المصانع والآلات والماكينات وكل حاجة حواليه ان احب نصف الواقع لانتنبأ بالمستقبل ده حل المشكلة ده حللنا مشكلة انت دائما مفكر ان المشكلة يعني شيء مجهول عايزين نجيبه لا ممكن زي ما نقول لك بنوصف الواقع اغلب العلم الفزياء بتاصف الواقع حتى لو جانا نبص انواع اخرى من المشاكل اسئلة محتاجة اجابة زي الاسئلة الوجودية الكبرى او حتى في الطبيعة عندنا هنا اسئلة محتاجة اجابة يعني ايه اللي بنسميها التفسيرات في فرقة بين ان انا اصف الواقع وان انا افسر الواقع لما قولك صف لي حركة الالكترون نتقول لي الالكترون بتحرك وهو كتلته كذا 9-1-10-31 كيلو جرام وسرعته كذا 9-9% من سرعة الضوء عند اقصى تسارع ممكن يصل لي اي كلام بقى من الحاجات دي ده اسمه وصف الواقع طيب لو قلتلك وتقول لي ليه مجال مغناطيسي يتحرك بيه ويكون قط بينه بالشكل الفلاني بيكون بيكون اسمه ايه يوني بول بيكون ليه احد القط الى اخره وبيكون الماجنيتك فيلس اللي حوالي دي خارجه بالشكل الفلاني وبتأثر على لو بوصف ما السبب في ذلك ده اسمه تفسير دي سؤال محتاج اجابة على فكرة اغلب علوم الفيزيائية لما بتصل لنقطة التفسير بيتحول للامر في جزء كبير منه الفلسفة بيتحول لعمال عقل مجرد لا يخضع لتجربة لان فيه التجرب بتجيبها عشان تعمل مشاهدة تصل بها الاستنتاج عملية التحول من مرحلة المشاهدة لمرحلة الاستنتاج دي عملية عقلية خلي بالا مش كلها تجربة حتى لما بنعمل فيها بعض التجارب بيبقى الهدف تأكيد يعني يرنح الهي العقل العقل قدامه تلات اربعة طرق اما اني السبب في الظاهرة دي كذا او كذا او كذا فبنعمل التجارب لتأكيد ما وصل اليه العقل او لترجيح احد الاختيارات عن الاختيارات الاختيارات الاخرى لو لو تصورت في مرة ان التجربة تصل بك الى اي حل لأي مشكلة ده كلام خلط جدا العقل حاكم على كل هذا ولكن وفقه ضوابط معينة ده بنسميه الهرم الكبير اللي رسمتولك ده ده او الدايرة الكبيرة اللي رسمناها ده اسمها آلية حل المشكلات كل من في ارض الواقع عندنا في العالم المرء اللي احنا شغالين فيه ده يستخدم هذه الآلية لحل اي مشكلة العلوم بتاع الطب والهندسة والصيدلة والنجارة والعمارة والأي حاجة في الدنيا ما هي إلا حل المشكلات ادربك عليها ازاي بشقين رئيسيين اعلمك منهجية حل المشكلات وطبق لك ده على مشكلات حقيقية بس مش نعرف نطلع لمشكلات ارض الواقع غير لما نديك حاجات في الاول فمن الاليات الجمدة جدا في تطوير هذه المهارة هي الرياضيات باختصار شديد بأفروحها المختلفة من اشهر هذه الأفروحات تكاملات عشان كيها بص نظرة سطحية يقول لك لا أصنع بأفش حل غير للايه أنا كويس جدا في البرمجة بس في البرمجة بس يا أنت مش فاهم يعني ايه البرمجة قال لتطوير مهارتك في حل المشكلة عشان كيها ممكن تلقي واحد جامد جدا في السي بلاس بلاس بيعرف اكتب كوت حلو قوي بس دناغو تعبانة جدا في حل المشكلات ما عندهوش مهارة حل المشكلات ممكن تلقي واحد او بغير نظرة ثاقبة من غير من غير فهم عميق للي بيحصل فالنتيجة بتبقى ايه هو بيحل المسألة دي علموه المسألة دي لما تشوفها ايه عمل كذا طب ليه يا جماعة ليه عملنا كذا اللي عمل القانون اللي انت بتقول لي عيه ده عمله ازاي اه ده اللي نقولناه لك بقى وانا لك بيبقى عندك هرم معرفي ضخم طوارثته البشر في مية وستين مية وسبعين ثمانين قانون قبلك الف قانون قبلك ناس عملوهم وكان عمبارة عن هم عملوه لحل مشكلة معينة لو ما فهمتش هم عملوه ليه وفكروا ازاي عشان يوجدوا الحل ده مش هتعرف انت في يوم القائم تجدين حل ان شاء الله تقعد تحل الكتاب كله فانا ما بكنت بقول لك قبل كده حل الاسئلة اكتر من مرة بس تحلها فهم بنظرة ثاقبة ده اللي بنحاول نعمله ولكن للأسف احنا مقايدين بالوقت انزل تحت في التعليقات ما بحب اقرأ التعليقات دي حتى ما مردتش انا اسف والله بس بقاش في وقت يعني بس بقرأها قول لي هل انت مبسوط ان المدة تطول بس تتعلم الموضوع بعمق اكتر ولا انا ممكن اعلمك تحلها ازاي يا الله بسم الله الرحمن الرحيم نحلها ازاي هتستفيد بس في نسب مئوية انا ممكن اقاريك اي ليه تحل المشكلة بنسبة 30% ممكن بـ 80% ممكن بـ 99% اواريق انزلك تحت قوي وقول لك كل خطوة عملناها ليه مش مجرد عملناها ازاي شتان بين الوصف والتفسير لما وصف لك اللي حصل غير لما فصر لك عملناه ليه ده level اعلى ده اللي هيخترق مخك اول ما تلاقي نفسك خايف من حاجة اقتحمها على طول اقتحم هذه العقبة وخش فلا اقتحم العقبة وما ادراك عمال عقبة فكوا رقبة اتعلم ده ما تواجه مشكلة تقتحمها على طول حسنت المخك فيه حتة ضلمة كده مش عارف تختارقها هات المنشار وانزر اخرهم فيها على طول وافتح مصار عصبي يعني ايه حاجة نيرونز جديدة جوا فالنهارده بإذن الله نبدأ في السلسلة دي كل فيديو هيبقى فيديو نظري قاعدة معينة وبعدها بحل لك عليها مسائل يعني اعمل لك فيها انعاشت المخ كده وبعدين نبدأ بقى ننتقل للسلاسل بتاعت المسائل اللي هي اصلا نحن نشغلين فيها بالتوازي مع مع الشرح ده ونحلل لك انك المسائل دي بس هيبقى حل ايه بقى كنتيجة انت خلص فهمت المنهجية يالله طبقه لك بسرعة على كم مسألة مش اشرح هناك بنفس التفصيل بس كده عشان كده في الحلقات دي انا هطاول براحتي اللي مش عاجبه ربنا يوفقه بس انا عايزين نتعلق فالنهارده بإذن الله هنشرح مع بعض دي المسائل انا ما عنديش وقت للأسف انا اصلا عمل السلسلة دي عشان انا متعطل في المذاكرة فبعملها وانا فاضية فانا ما عنديش وقت اكتب شرح تفصيلي بالعربي فحاطت مسائل فقط معانا 18 مسألة كلهم عن نفس القاعدة بنسميها ايه القاعدة الذهبية في حل التكاملات كان نفسي اضط لها اسم سجع كده والسانا ما بهتمش بالحاجات دي قابل الصراح القاعدة الذهبية في حل التكاملات الشيئة هاتب حاجة جامد او الله فخلينا على طول نخش في الشرح هنشرح القاعدة احلي لك ثلاث مسائل فقط والله عاصف ذهني هجيبي اللي في دماغي انا عايز اقول لك والله حتى الان انا ما حليتش المسائل دي كلها انا حليت ثلاث مسائل منهم بالزبط الباقي كله انا طالما انت فاهم ما تخافش بسم الله رحمه رحمه رحيم فبس كده خلينا نخش على طول كده لك قاعدة سليمة دعنا قاعدة خلص أن دعونا عبدأ نبدي مع واحد الموضوع من الأول بحب المخك نسخ تتمكن wanna stop it استمر الآن انه مؤ краية!!! انمér الآن لا يعني انت تعليم مع pourtant المخك فقال معلوسة 실패 لا تعني معلومة بعض المخي قائدة سيمة أو معلومة ما يجعلون Uhm عندي خمس معلومات في مخي لو جيت تخط في قيهم توصل لحل أو لاستنتاج أو لاستخدام هذه المعلومات اللي عندك وتوظيفها في إيجاد حل معين هتحتاج يكونوا مرسوسين في بعض كده عشان تعرف تبع عندك قاعدة تخط عليها البروبلي متاعتك أو المشكلة أو التحدي شوفوا اللغة العربية يا جماعة يا جماعة تبا لهذا المجتمع اللي أكبرنا نتكلم إنجليزي أنا والله أتكلم عشان الناس تفهم لكن لو قلت له إلا عادت تحاول كل حاجة عربي للأسف أتلاقي صاحبنا بالدائي المهم فلو أنت دول مش مرتبين الحل لن يتتمكن من وضعه فوقهم لو الموضوع بالمنظر ده هتيجي تحط المشكلة تتلقي نفسك تتسأل ود من دول أنت حالت المسألة ليه يقول لك أصلي كذا لا 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 أصلي كذا لا أصليحنا لو رحنا عملنا وتلاقي الدكتور في الشرح للأسف بيقول لك معلومات قبل بعضها يعني يجي يقول لك مثلا وده اللي بيخلل الناس مش شهم للأسف الحيلة أنا بعملها ويعني أظن أنها سهلة لكن ممكن تفرق جامد جدا في الشرح أن أنا بروح أول مجاة أنا أريدك طرق تدريسة سألتك من الدرس خالص اتعلم مني شوية حاجات كده اللي حضرت في ذهن ربنا يعلمنا جميع حيلة سهلة خالص في توصيل أي معلومة في الدنيا بخش على الدرس أنا عندي جزء شرح وبعده جزء حل صح؟ بدل ما أشرح لك سطر سطر وبعدين أجي في الحل أضطر أشرح لك معلومات جديدة لأن الحل فيه شوية إضافات فيه شوية تركيب يركب لك المعلومة اللي هنا مع المعلومة اللي بتحتها ويجمعهم لك في سؤال بعدين يجي لك معلومة جديدة خالص بأيوم إلى آخر لا أنا بعمل حاجة سهلة قوي بخش على الشرح بأخذ كل المعلومات اللي فيه أعرفها بعدها بخش على الحل اللي موجود تبع الدرس بأخذ كل المعلومات اللي أنت محتاجها لكي تصبح مش الأسئلة قابلة للحل ويا دوب كده يبقى يعني نحمد ربنا ونشكره نحن حلناها لا تبقى بديهية في الحل أكتب في دماغي أو أحط في دماغي كل المعلومات اللي أنت محتاجها عشان تصبح هذه المسائل غاية في البديهية وغاية في البساطة وأعمل إيه أجمع لتنين دولة على بعض والله يا جماعة أقولوا كلام ده لأي دكتور والله عشان أنا بتعبو نفسيا والله ده كتر أفاضل وناس محترمة جدا والمعايدين وغيرهم بس كثير منهم فيه طبعا كثير جدا عظمة أنا بتعلم منهم أصلا طرق الشرح أنا بخش هتعلم طرق الشرح من الناس وده اللي أنا بحاول لوصله لك أني تبقى عندك ديب أهو يا عم بالإنجليش أنت تبسط تبقى ديب سأنا شفيخ نقى في الشارع طيب نرجع تاني طريب كانوا يموتوا بعض تحت المهم هكذا منقول ايه والله الاتنين دولك اللي بيعبرها عن ايه المهم اه اه ده زي ما قلت لك بشوف المعلومات اللي محتاجها انت عشان تبقى فاهم الدرس النظري بعدها بشوف المعلومات انت هتحتاجها عشان تصبح مش بس الأسئلة عادية تصبح الأسئلة باديهية وتفاهمها بقمة السهولة ويتحول الدرس في النهاية بس للأسف ما فيش كورس كملته بالشكل ده الاخره قوي يعني وانا أصبحت راضي عنه بس هنعمل ده قدام بإذن الله وبنعمله جزئيا يعني ما لا يدرك كله ولا يدرك جله اللي بنعافش نعمله 100 في 100 ما نسيبش التسعين ما نسيبش التمانين فانا بقولك اننا فيه ناس زي ما قلت لك عن نت بيشرحوا وبيعرفوا يعملوا الكلام ده وده بتعلم منه عشان كاي قلت لك يبقى عندك اوه ده اللي احنا وقفنا عنده بقى يبقى عندك ديب اندرستاندنج ديب اندرستاندنج حلو يعني ايه يعني تسمع شرحي النهاردة او تسمع شرح اعظم واحد على اليوتيوب اي دكتور معيد من اول اصغر واحد لا اعلى واحد فيهم في مهارة الشرح مش بس تحرص انك تاخد منه المسألة ده صدقني غلط دي نظرة سطحية جدا لكن تحرص انك تاخد المسألة والمسألة التانية والمسألة التالتة المعلومة يعني الموضوع اللي بنناقشه وبعدين تاخد طريقته في نقاشها ادي تانية حاجة تحرص انك تلاقيها وتاخد طريقته في ربطها ببعضها دي كلها مهارات لابد ان تحاول انك تكتسبها عشان كياه لما بسمع واحد على اليوتيوب مش بس باهتم ان انا اسمعه خلاص باهتم ان انا اشوفه بشرح ازاي يعني انا من الناس اتعلمت منهم جدا في الشرح على اليوتيوب مثلا واحد زي الدكتور محمد اسماعيل بحبه جدا رغم ببساطة الشرح وحلوته يعني خلي بالك انا جاءون هو مية في مية من حيث كل الجوانب لا هو مقيد بالطالب الاقدام ومقيد بحياة كتير لكن في الحتة اللي انا استفدتها منه هو الراجل عظمة جدا روعة محمد عب معبود يا جماع زمان انا بقولك انا مش بس مع الناس وخلاص انا بقى الموضوع عندي بتاع الشرح ده صرح معرفي كبير بنته طوبة طوبة ونحاول نكمله انا ازع من انا لم اصل فيه الا الاثنين في المية مما اسعليه لسه مشوار طويل وعايزين نعمل فيه انجاز وانت لو انت عندك القدرة ابدأ ويعمل قناة ونزل عليها شرح محاشا يا حزبك انت بتحاول تفيد ابدأ اعمل ده باذن الله فكل واحد يوم فيه نقطة عظيمة جدا لكن للأسف في بعض الناس اللي هو هم شام بيعمل ايه يبدأ يقولك النهاردة ياولاد هنتكلم عن كذا ويقوم كاتب كذا دي بعدين يقولك لا لا استنى كذا دي محتاجة اقول لك حاجة تانية يا ابني ما كنت تقولي الحاجة دي في الاول صباح الفل يعني ليه تصدمني بمعلومة فتخليني انطباع نفسي ان انا ديئت من المحاضرة ان انا مش فاهم اول معلومة اصلا في الدرس فمخي قفل بعدين تجي تقولي تحت حاجة هتفاهمني المعلومة الاوانية طب ما كنت تقول دي كمقدمة كأشياء متطالبات قبلية فييجي يقولك معلومة في الاول انت نفوت اخدها بعد ثلاث حاجات نفوت اخدها قبلها كمقدمات انا بعمل العكس وبعدين بقى خلي بالك بعد ما بنتهم الشرح فأمرايح جايب التدريبات واشوف الافكار اللي فيها فأقولها لك قبل كل حاجة وأقولها لك في النص عشان تيجع التدريبات تقول الله المستر ده عظيم قوي كل اللي قاله خلينا نعرف حل الشرح وانت ما تحك عليك يا مسكين لان انا كل اللي في الشرح انا اصلا اقول لك فوق في الشرح كل اللي في التدريبات اقولتو لك في الشرح دي آلية دي منهجية التعلم يا جماعة ودي نفسها احد طرق حل المشكلات لان انا عايزك تطلع نارضة لو هتستفيد بفايدة من كل اللي حب نتكلم فيه ده تستفيد ان الموضوع حل المشكلات ده مش مجرد مسألة وبنحلها مش مجرد معادلة رياضية ولا حاجة في الزيئية ظاهرة معينة فنومنة معينة ولا مجرد حاجة في الميكانيكا لا يا معلم ولا حتى حاجة في الطب ده مبدأ عام كل حياتنا مشكلات بنحاول نحلها كل حياتنا تحديات اتشالنجس بنحاول نوجد لها من اول طريق الشرح منهجيتك في شرح المعلومة لما اقول لك اوصل هذه المعلومة للطالب مش دي مشكلة ايه مشكلة تحدي حل التحدي ده لازم منهجية ليه لو مفكر ان فيه واحد يخش جده للأسف هم الدكاترا مفكرين كده او بعض الدكاترا يعني انا حب نتكلم ان كل رجل كلهم افاضل بس فرق ان انا اتكلم عليه كمجمل شخصيته وراجل عظيم وممكن عنده علم لكن في جزئية شرح عنده نقطة ضعف نقطة فيها اشكالية بفكر ان الشرح يكفي فينك تبع عارف معلومة لا يا معلم فيه معلومة عندك ايه وده الطالب فيه خطوات في السكة فيه مسار طويل انت تفتخد ولازم ان تحاول تصل ليه فربنا يعلمنا ويعلمكم ويجعل المستقبل للوطن العربي والاسلامي حاجة في غاية الايه الاشراق يعني وحتى غيرهم خلينا نعلم الارض كلها نحن عندناش اي مشكلة في ده نظرتنا او رؤيتنا المستقبلية للتعليم ان ننصر العلم في الارض عشان الناس تطلع العلم ده هو اول سبيل هيعرف فيه او اول او هو الطريق السليم الذي سيصله لك اي الله عز وجل والى معرفة الله عز وجل فهذا هو مقصودنا ومبدأنا ومنتهنا ايه الدرس بيتكلم عن ايه بسم الله الرحمن الرحيم ازاي بقى هناخد من ايه بص نظرتك اوسع شوية حم نتكلم عن عندنا حاجة اسمها integral طيب هل دي بداية صح انا شايف انها مش صح لاننا محتاجة اقول لك حاجات قبلها integral او الانتجريشن اللي هو التكامل محتاجة قبلها تعرف يعنيه function وانا شرحنا كتير قبل كده قلت لك اننا عندي عندي آلة معينة او process معينة او عملية معينة تجرع على متغير معين وليكن x بيطلع المتغير ده بشكل اخر وليكن ال x ده وهو بواحد مثلا فقلت لك لما دخلنا على المكانة لما الواحد ده دخلنا مثلا واحد كيلو ارز على المكانة اللي بتعمل فتا او دخلنا 1 كيلو سكر على المجال اللي بتعمل غزل البنات عارفوا اللي هو بتاع المشجر ده الكبير ده حلو؟ فلما دخلنا 1 كيلو وطلع لنا مثلا 3 مثلا يعني 3 متر مكعب اي شكل 3 متر مكعب من غزل البنات ده في علاقة بين الواحد ومن الثلاثة علاقة حلوة قوي لاننا لما دخلنا 2 طلع 6 متر مكعب دعف الرقم دخلنا ضعف الكمية من السكر فطلع ضعف الكمية من امطار المكعبة من من الغزل البنات. دخلنا ثلاثة. طلع تسعة. دخلنا اربعة. طلع ايه. طلع اتناشر. يبقى بنعمل ايه. نقدر نسيغ ده. نسيغ العلاقة بين المدخلات. بص دقيق المضوع بديه جدا. لماذا اكتشف البشر او وضع البشر مسماش اكتشف. لماذا صاغ البشر المعادلات اول نقطة. وقبلها صاغوا فكرة المتغيرات. وقبلها صاغوا فكرة المدخلات والمخرجات. منطقية جدا. الحياة كلها ماشية كده. اي مكانة في الحياة بتشتغل كده. اي آلة. اي انتاج بيحصل. مبني على هذه القاعدة. ده انتاج ده كمثال. وغيره كمان. حتى مخك بيخش له او مدخلات. بيحصل فيها عملية معينة. تخرج في صورة مخرجات. وفي علاقة تربط المدخلات بالمخرجات لو كانت مدخلات والمخرجات دي ارقام حسابية. ارقام يعني. حلو. فقلنا ده هنسميه مثلا اكس. وده حاجة يعني ايه مستقلة. احها اللي نحطها. نقول واحد اثنين ثلاثة. يدويا كده. ما فيش حاجة بتأثر عليها. احنا اللي بنحطها يدويا. وفي الغالب. بنبدأ ندرس الدائل العملية اللي بتحصل دي. على كل الارقام بالترتيب. واحد ثم اثنين ثم ثلاثة. ومش بس كده. ممكن واحد وربع. ممكن واحد ونص. اي ارقام بقى عندك عدد لانهياء من الرقام المرتبة وراء بعضها البعض. بس دي نتيجة لا ايه. اختلاف العملية اللي هتحصل هنا. ممكن تحصل في مرة عملية. ممكن نحصل عملية تانية خالص بشكل مختلف. هيختلف نتيجة لذلك الحاجة اللي هتطلع بعد ده. فقلنا نسمي ده اكس مسلا متغير مستقل ونسمي ده متغير تابع. نسميه واي مسلا. او نسميه حاجة حلو قوي. نسميه ايه. اف اوف اكس. الاف دي لازم تكون فاهمها. للأسف الناس بتقرق كلمة اف او اكس دي ايه. اي بتاع محطود. الاف دي معناها ايه? او بنسميه احنا اقتران. اقتران يعني معناها ايه? كيف يرتبط هذا المخرج؟ شوف بس 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 باتصر。 كيف يرتبط هذا المخرج اللي خارج هنا في عمومه؟ ماذا؟ كيف يرتبط بالمدخلات؟ يعني باللغة العامية. ايه اللي بيحصل في المدخلات اللي هنا عشان تطلع في صورة المخرجات اللي هنا؟ ايه القاعدة؟ ايه العملية اللي بتجرى داخل المكانة؟ صفيحة دي اللي داخلها حاجة وخارج منها حاجة. ما الذي يحدث في الحاجة اللي داخلها عشان تطلع في صورة الحاجة اللي خارجها. فديه بنسميها F of X. يعني تقرأ زيه F of X دي لو أنت رجل فاهم رياضة صح. حتى ببساطة يعني. بقرأها أنا ازاي. الحاجة العملية اللي بنعملها على X عشان تطلع شيء معين. ده الأغبط اللي هيطلع. حلو؟ العملية بقى اسمها ايه؟ ايه شكل العملية؟ فنقول لك مثلاً F of X في الشكل اللي فوق ده هي عبارة عن تمسك الـ X اللي داخلها وتضربها في ثلاثة. لأن القاعدة بتقول لك كل واحد كيلو بتحول لثلاثة متر مكعب من الفنكوش اللي بيطلع. حلو؟ فيبقى القاعدة ايه؟ ايه X هتخش هنضربها في ثلاثة. وده معناه هو دي شكل العملية. دي الـ Process اللي بتتم على المدخلات اللي هي X عشان تطلع في صورة المخرجات اللي هي ده. ده على بعضه هو المخرج. وهو شكل العملية. وهو الـ Function بتاعتنا. Function مش معبرها. ما حيبش كلمة Function دي. انت مش حاسسها كإنسان عربي. لكن بصد كلمة اقتران. اي كيف اقترنت هذا. كيف اقترنت المدخل بالمخرج. يقترن بأنه يضرب في ثلاثة. وحينها يكون كده حصلنا على المخرج خلاص. اللي هو وي. او بنسميه سعاد دالة. اي انه ايه. كيف يدله. كيف يدله. المخرج على المدخل. بيدل عليه ازاي. بيحصل فيه ايه يعني. بيقولك ده ثلاثة. ثلاثة أضعافه. كده هو دي الدلالة بينهما. فهم الفكرة عندنا في المنطق اقسام الدلالات. فهم الفكرة ايه. يقولك دلالة دول شيء على ما وافقه. يدعونها دلالة المطابقة. الى غير ذلك. المهم. فده من سميه اقتران او دلة. الدلة دي ايه لازمتها. بل ايه اني بيع عشان ما نطولش. لان انا كده هتشرح لك العلم كله في قاعدة. قل لي فتحت لو انت عايز حلقة من النوع ده. نعمل حلقة انا هعملها في يوم الايام. بس لو معي وقت. نعمل سلسلة طويلة. كل حلقة فيها نقعد اثناشر ساعة. عشان اليوتيوب مفوش اكتر من كده. نتكلم في العلم. نبدأ من تحت وما تقول ليش. النقطة ليه معروفة. لا انا ما فيش حاجة معروفة. عايزيني نعرف كله من جديد. نعيد يعني نصلح من افساده والاخرون. فمن فكرة ايه. فمهم. الدلة دي مرض مراحل كتيرة. فاللانا نحرف مرة من المرات. عايزين نمثل الدلة دي بشكل حلو كده. ونعمل ريبرزنتيشن اوف داتا. تمثيل للبيانات. فهيقول لك مثلا انا عندي دي اكس. وهنا نرسم الف اوف اكس. هنا نرسم المدخل علاقته بالمخرج ايه. لان ان تمثيل البيانات دي بدينا شكل اسهل في التعبير عنه. لما اجي اقول لك الواحد الدني ثلاث والاثنين الدني ست والثلاثة الدني تسعة. ده هنقعد من هالبكرة بقى. لكن لما ارسم لك النقطة دي على منحنة. ونبدأ نوصله النقطة دي بعضها. تبدأ تعمل ايه. يطلع لك ايه. حاجات كتيرة جدا تقدر تعملها على المنحنة ده اسهل. من لو عملتها على الفرط اللي برا. المنحنة انا ممكن اعمل خط كده هو. ف فقط ده عبارة عن كم نقطة كم مرة دخلنا دخلنا حاجة وخرجت حاجة تانية. عدد نهائي من النقطة. عندي نقطة هنا خرجت نقطة هنا. النقطة دي خرجت النقطة دي. العلاقة بينهم هي. طيب ولما دخلنا ده لما دخلنا واحد كيلو. لما دخلنا اتنين كيلو اطلع. هتلاقي ان انت لما دخلت واحد كيلو خرج ثلاثة متر مكعب. مثلا. ولما دخلنا اتنين خرج ستة. لما دخلنا تلاتة. خرج تسعة. لما دخلنا اربعة. اطلع فوق. اطلع اطلع خرج كام 12 إليها أخيري تقعد بتكمل في الاتجاه ده أو مكمل في الاتجاه ده على الإكس وعى الواي تكمل على الإكس وتكمل على الواي تلاقي كل ما داي زيد داي زيد عشان كيف علاقة بينهم خطية لأن الزيادة ثابتة في كل مرة بس خلي بالك ما أنا ممكن أدخل كيلو وربع وساعتها المنحنة داي فيدني أكتر لأن أقدر أن أنطلع كده هو بعد ما رسمت عدة نقاط ووصلت بينهم أنت معلومة بديهاية قوي يكفي نقطتين في الفراغ لتحصل منهم على خط مستقيم ناكفي نقطتين على 2D كمان على الص الصفحة يعني حلو؟ فهوصل نقطتين ببعض الباقي كله أنا أدركت إن علاقة بينهم حتى منطقيا كل ما زود السكر هيزيد الكيمياء التي تخارجها بنفس الدرجة بنفس القدر فنقدر نعرف عند واحد ونص كيلو سكر هيبقى فيه كام متر مكعب طالع اللي هو يبقى كام نص المسافة اللي بين دي ودي تلاتة وستة يبقى تسعة والتنين أربعة ونص فمن فكرة إيه؟ طيب وعند اثنين ونص هيطلع كام طيب استنى وعند كيلو واحد من عشر وعند اثنين ومش عارف كام عند واحد وإيه هيطلع كل القيم بدل ما دي كنت زماني عملتها في جدول البشر قبل المنحنايات كانوا شغلين بجداول يعمل جدول يقول لك هنا الاكس وهنا الاف وف اكس يا الله يا ابني بسم الله الرحمن الرحية عند الكيلو طلع ثلاثة عند الاتنين تخيل بها نعمل جدول مئتين ألف خانة لا ممكن كل ده وكمان لما نعمله جدول وخلاص مش هنقدر ندرسه هتلاقي لما الدرسه صعبة مش معبرة لكن ده ده انت شايفه شايف الحياة كلها قدام عينك دلقتي استنى شايف المشهد كله أمام عينيك فبدأنا ن نعمل ايه فكرة المنحنايات قالك تما في حاجات نشأت في الواقع لان احنا محتاجين بص بقى نركز محتاجين فيها لسبب ما الاكس في الاف وف اكس عايزين مثلا النقطة التي قديك مثال لو هنا ما كان الاف وف اكس دي فونكشن معينة اسمها ايه الازاحة بتاعتك بندرس الازاحة بتاعتك مع تغير الزمن بتاعك عند اللحظة الاولى خلينا ننزل نعمل المنحنة جديد اهو مسك لي بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر طيب لا إله إلا الله عندي هنا ده الزمن اللي انت بتتحرك خلاله خلال هذه هذا النسيج الزمني وموقعك الموضع بتاعك بيتغير بدأت من نقطة معينة وليكن نقطة الصفر بعد ثانية كنت على بعد خمسة من نقطة الصفر بعد ثانيتين عند الثانية الثانية يعني كنت على بعد عشرة من نقطة الصفر عشرة ايه يعمل لك بين قسين كده متر وهنا بين قسين يقول لك ده بيتأس بالثانية طيب عند الثانية الثالثة يقول لك انت كنت على بعد خمستاشر من نقطة ايه البداية بتاعتك عند اربعة يقول لك على بعد عشرين من نقطة البداية بتاعتك نعمل ايه ابدأ اعمل تقاطعات بينهم فيبق عند الواحد اطلع لحد موصل الخمسة وحط نقطة. عند الاثنين اطلع لحد موصل العشرة ومحطة نقطة. عند الثلاثة عند الخمسة عشر حط نقطة. كل واحدة نربط العلاقة بين ايه? المدخل والمخرج. كده انت نظرتك اوسع للدوال. وانه وعملين اي حاجة جميل اوي? انهم موصلين بينهم كده. نحن سنوصل بدقة شوية. طيب ده كلام جميل اهو. وصلنا بينهم. فطلع لنا معلومة بقى مهمة اوي. اول حاجة ان احنا نقدر اي نقطة في المنتصف بينهم او في اي نقطة نحبها نقدر نعرف الموضع بتاعك هيكون كامل. لان انت ما انتقلتش لخمسة وانتطلعت العشرة على طول. لا انت فيه في السكة مشوار مشيته. فاقول لك عند الثانية ونص كنت فيه ان تطلع لحد ما تشوفها الشاي في المنحنة تعرف منه القيمة اللي هنا. لانك رسمت رسم تسكيل يعني. رسم بدقة. فكرة ايه بالمسطرة وكده. طيب النقطة التانية بقى. لو انا قلت لك انا عايز اعرف سرعتك كامل. فتقول لي السرعة عبارة عن مثلا يعني. الازاحة اللي انا مشيتها مقسومة على الايه? الزمن اللي انا بتحرك فيه. الازاحة او الموضع بتاعي اللي انا مشيته. فرق الموضع بتاعي اللي انا مشيته خلال مدة معينة. بنسميها delta d على delta t. يعني انا اقول لك مثلا. انا اتحركت من اول بداية خالص. اللي هو الموضع ابو صفر. وصولا للموضع ابو عشرة. يبقى كده. الحتة اللي اتحركتها طولها كامل. عشرة. اللي هي ع يعني خلال ثانيتين يطلع كام خمسة خمسة اي بقى خمسة متر لكل ثانية دي السرعة بتاعتي صح كده هو فهنا احتاجنا نعمل عملية معينة هنا بقى هي دي فايدة المنحنايات ان سهلت علينا فكرة اجراء العمليات انا قسمت اللي فوق على اللي تحت ممكن احتاج اضربهم في بعض وارد وارد جدا خلي بالك الدلتة دي على الدلتة تي خرجنا بيها في يوم الايام لما حبا نعمل بقى السرعة اللحظية عند اي لحظة زمنية مش لازم تقول لي بين لحظتين مش لازم من الصفر لحد الثانيتين لا انا ممكن اعيز اللحظة عندنا اي نقطة اقول لك اللحظة انت سرعة هنا هنا كام تقول لي خمسة متر على الثانية يعني ان دي لينيار اذا افرق كان الكيرف عامل كده ممكن يبقى هتجيبها ازاي هنجيبها بميل الممايز اللي هو اسمه اللي هي بدل دلتة دي على الدلتة تي قلناها هتبقى ايه اهو هنقولها معلش اسمي دي اكس مسلا اول حاجة هنسميها مشتقد مشتقة بالنسبة للزمن لي الازاحة اللي انت شغال بيها دي الازاحة كدلة اهي كدلة في الزمن اي تت تغير مع الزمن اشتقها بالنسبة للزمن هيجيب لك ايه اكي انك قسمت الازاحة على الزمن هيجيب لك السرعة اللي انت بتحرك بها لاحظيا عند اي نقطة عشان كده نيجي في الاخر ونعوض عند ايه عند تيب زمن معين مهم يعني ده اللي احنا خدناه كتير اوه في حاجات كتيرة قلت لك انت تكون هنا عندك قدر من المعلومات الجاية ايه المهم افرد بقى انا جيت في مرة قلت لك حاجة تانية خالص قلت لك لدي نفس المنحنة اللي في الاعلى انا احب الالوان تقل متن اللي 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 الل سرعته أيضا خمسة. هذا معناه أن الجسم يسيره بسرعة منتظمة. أي سرعة لا تتغير. فإيه اللي حصل إذا انطلقيني عند الواحد نحط عند الخمسة نقطة. اثنين نحط نقطة. كده كفاية. ممكن توصلهم ببعض لأنت بالعقل كده استنتجت أن السرعة ستظل سابتها. نحن لا نتكلف حاجات الأعقد من كده دلقتي. يعني سابق من هذا الكلام. فالسرعة طول وقت تفضل كم؟ تفضل خمسة متر على الثانية. أو أنا أعمل حركة حلو قوي. أقول له طيب ما توصل ده كله ببعض كده هو. فطلعت العلاقة الجميلة التي نحن شايفينها الآن. نفترض أن الجسم جاء عند اللحظة الرابعة دي وتوقف. وتوقف. ممكن أنه أعملين كده هو. طبعا. هذا ما سأعمل ده من فودي بأدوتد يعني أو نقط. كما هو نفع الشيء بالخط ميلو انفينيتي يعني. مش عايز أن نخش في تفاصيل. خليش أقول كلام غلط. أنا أحب أقوله. المهم. فالمهم الجسم التي متحرك بسرعة مقدارها خمسة متر على الثانية لمدة أربع ثواني. يعني السرعة خمسة متر لكل ثانية. بص على ما أحب أكتبها كده بص بص بص. عندك سنس وانت بتكتب. أنت ما بلغتش عن سنس مسروق. خمسة متر لكل واحد ثانية. جميل خمسة متر بيقطعهم في الثانية. جميل دي السرعة بتاعته. لو مش أربع ثواني هيبقى قطع مسافة قد إيه إجمالية. هيبقى الرجل يتحرك قد إيه. ستقول لي لو بدأ من هنا. فبعد ثانية هيبقى قطع خمسة متر. هو ده معنى كلمة خمسة متر في الثانية. بعد ثانية واحدة هيبقى قطع خمسة متر. الثانية الثانية هي أيضاً ثانية كمان. هيقطع خمسة متر كمان. وصل إلى هنا. النقطة هي الجسم المتحرك. نسميها نموذج الجسم النقطي. كنت بدرسها قرية. المهم بعدها بثانية كمان. هيتحرك خمسة متر أخرى. ثانية كمان. هيتحرك خمسة متر أخرى. لكن كده أربع ثانية صح؟ كده الجسم ليس أربع ثانية. كل ثانية يقطع خمسة متر. ولهذا نقول أنه يتحرك بV تساوي خمسة متر على الثانية. خلال زمن اسمه أربع ثانية. هذه لغة المعادلات أو لغة الرياضة. لكي نكتب كله في صورة كده. يبقى المسافة الإجمالية القطعة كامة. خمسة وخمسة وخمسة يعني عشرين. أربعة في خمسة. دربنا السرعة. قلنا السرعة تساوي الإزاحة الكلية المقطوعة على الزمن الذي قطعت فيها هذه الإزاحة. اللي فوق بيساوي اللي تحت في اللي بره. يبقى دي بتساوي V تي. صح كده؟ عملت ماذا بقى؟ حلل اللي اللي حصل ده؟ خلي عندك نظرة فاقبة. ماذا فعلنا هنا بشكل عام؟ دربنا اللي فوق. في اللي تحت. إدانا حاجة معينة احنا محتاجينها. هو ده حل مشكلة معينة وجهتنا. لما قلنا على الوقت بقى. قلنا ما احنا لما جربنا. لأنه لما بنحتاج الإزاحة. والمنحنة يكون V مع T. بندربهم في بعض. طيب نضربهم في بعض دي يعني ايه؟ بيعطي لنا شيء مطلوب. يعني حللنا مشكلة. هو دي فايد المنحنة. اني حلت لك المشكلة. وخدتك توجد الإزاحة. طيب السؤال. نقدر نعمم القاعدة دي. ايه جدع. نعممها ازاي ان المساحة تحت منحنة. المساحة ازاي. استنى استنى. ايه المساحة هتا قلني. اه ما هو الارتفاع ده. هو السرعة اللي انت ماشي بها. السرعة اللي انت ماشي بها في المسألة هنا. واي سرعة بقى عموما. والعرض ده هو ايه؟ الزمن اللي انت اخدته. وانحنا ضربناهم في بعض. فحصلنا على الإزاحة. يبدو ان نقول ان الطول في العرض بتاع المستطيل ده. هو عبارة عن ايه؟ الإزاحة المقطوعة. لما يكون انت رسم العلاقة بين V مع T. لو ضربت الطول في العرض. سيديك المساحة تحت المنحنة. والمساحة ده بتساوي ايه؟ الارتفاع بتاعتك هنا بتساوي الإزاحة اللي انت قطعتها. فعلا اضرب خمسة. فاربعة. سيديك عشرين. اللي هو الإزاحة اللي قطعتها بالفعل. فخرجنا بقعدة عام. نقدر نعميمها حتى لما المنحنة يكون معمول كده. اي شكل. حلو. عشان يوقع احنا عممنا القعدة. قلنا ان المساحة تحت المنحنة ده تعطى. ده بقى مشرحه ان ده يحتاج مننا ما لا يقل عن ست سبع ساعات تاريخ التفاضل والتكامل. وصلنا بعد معاناة طويلة. ان المساحة تحت المنحنة ده عبارة عن عملية معينة. عارفها ايه؟ والله انا اقدي الكلمة اللي بقولها. هي فانكشن معينة. التكامل ما هو الا. معليش ماذا. هي بروسس. انا ممكن تجاوزا مني اقولك التكامل ما هو الا فانكشن. فانكشن يعني ايه؟ عملية بتجرع على شيء معين. انا لو قلت لك. بص كده لك يسروا ليحصل. لما اقول لك عشان اوارك اني. انت مكنت شايم يعني ايه ده للأسف. او يعني ما افكرتش تفكر. في الموضوع. فيه ياس كتير كويسة عارفة. العيب مش انك تكون مش عارف. العيب انك تكمل وانت مش عارف. خلينا نتعلم مع بعض. انا بقولك كده انه بالحب. ده اللي انا فهمه على الفكرة. مش اكتر. الف في اكس لو قلت لك بتساوي اكس تربيع. ده معناه ايه. ان انا خلينا نقرأها باللغة العربية. العملية او العمليات. التي اجريها على. بالترتيب كده. على المتغير الاسمه اكس. لأحصل به على الناتج اللي هيطلع لما دخله. للسيستم بتاعي او للنظام بتاعي. هي عبارة عن انا باخده. وبربعه. يعني اللي بيحصل ده. هنا مكتوب اكس تربيع دي. هي ما يحدث في هذه العمليات. العمليات اللي بنعملها في هذه الفنكشن. فهم الفكري. عشان كان ممكن اقول لك. طيب عندنا فنكشن اخر اسمها جي اوف اكس. جي دي معناها ايه. ولا اي حاجة عندي نظام تاني بروسس اخرى. عمليات اخرى اجريها على ال اكس. وبتطلع لي شكل جديد. بتطلع لي او بود جديد. او مخرج جديد. مثلا هي عبارة عن اكس تكعيب زائد واحد. يعني خد الاكس. كعبها. وبعدين نضيف عليها واحد. كده انت حصلت على الاوب بتاعك اللي هو واي. شكاية الي هي الجي اوف اكس. هي الف اوف اكس. اللي انت عايز بقى. حسب كل مسألة بمسألتها. طيب السؤال. مش لو انا جيت وترجلقتي. الف اوف اكس. النتج بتاعك. اللي انت عايز تحصل عليه. اقول لها حاجة خلينا نسميها ايه. خلينا نسميها الازاحة. لا ولا خلينا نكتبها الاول. الف اوف اكس. الدالة بتاعتك عبارة عن. هتاخد الاكس دي. وتعمل لها تكامل. عملية معينة. عملكش دعوة يا ايه العملية دي. عملية زي زي التربيع والتكعيب. بس لها نظام خاص. العملية ده هتجريها على الاكس. بعد ما تضربها في حاجة اسمها الدي اكس. اللي هيطلع بعد التكامل ده. هي الايه. هو الاوب بتاعك. لما يكون السيستم داخل اكس. هيطلع الاوبوت اللي هو عبارة عن نتج التكامل ده. مش يبقى التكامل عبارة عن فنكشن. اه تجاوزا اه. اه جدا. لان هو هيطلع لي في الاخر ايه. هو عملية. هو بروسس بتحصل. تفاصيلها مش بنكش نعبية. انا اعرفها في يوم تاني ان شاء الله في حالة اخرى. بس يبقى عندك عمق في فهم الموضوعات دي. طيب فقولنا خلاص. اقدر اقول ان انا عندي. الازاحة او الموضع بتاعي. والان داكن نسميه دي. الموضع بتاعك. خلال مدة زمنية معانا تحركت خلالها. هيساوي. التكامل. بتاع الفي مضروبه في دي تي. حلو. من اول زمن واحد. لحد زمن اثنين. طبعا ان كان هذا الازالك لو انت مدرستش ابريكاة التلاصم. لكن لو رجعت اللي احنا قناه فوق. ونوصل بهذا. هتلاقي كلام منطقي جدا. احنا فوق عملنا ايه. احنا فوق. ضربنا. السرعة. في الزمن الذي قطعنا فيه. اللي تحركنا فيه بهذه السرعة. قلنا انه يعطيك المساحة تحت المرحنة بتاع الفي مع التي. وده بيساوي ايه. ايه. حلو. لو انا قلت لك عسابين مثلا انزل تحت كده. انزل انزل. قلت لك انا عندي منحنة. بسم الله الرحمن الرحيم. المش فاضي يخلع يا جماعة. احسنا بطول. المهم. لو انا رسمت لك منحنة بالشكل ده. وقلت لك ايه دي علاقة السرعة. مع الزمن. يعني الجسم كان هنا. بيتحرك عند الثانية واحد مثلا بيتحرك بايه. بسرعة معينة. بعدها سرعته زادت. قلت زادت. اعملت زيد. بعدين تقلل بعدين زيد تاني. اي شكل. اسمها ايه. وارد ان الجسم تحرك كده. وارد جدا. ايه المشكلة يعني. فدي علاقة بين الفي والتي. هل هنا بقى نقدر نقول للقاعدة العامة بتاعتنا. ان نجيب الازاحة المقطوعة. سنضرب السرعة في الزمن. كلام صح. لكن ليس كامل. لماذا؟ لاني انهو سرعة فانهو زمن. ما هو السؤال. الزمن نقدر نعرفه. اهو الزمن من اول هنا. لحد هنا. الزمن مثلا قالك من اول الثانية واحد لحد الثانية ستة. يعني خمس ثواني. اهو الزمن ماشي. انا ممكن افهمه. لكن هتضربه فانهو سرعة. ده السرعة بتختلف. كل مرة في مرتها. فكرنا تفكير بسيط جدا. نشأ به فكرة التكاملات. وهي منطقية جدا. قال له خلاص. هنعتبر ان الجسم من اول للثانية واحد. مشي مسافة صغيرة جدا. بحيس ان احنا نبص نعمل كده. قرب معي. قرب. 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 الشكل ده ملوي ولا خط. تقول لي تقريبا خط. اقول له الجدع. بس عشان نخليه خط ونتخيله خط. خدنا حتة صغيرة قوي منه. بص المنظر. الحتة الصغيرة دي نقدر نابروكسيمتها. نعملها ابروكسيميشن او تقريب. ونعتبرها لينير. لينير يعني ايه؟ يعني تحركة بسرعة معينة. مش عاف اكتب. بسرعة معينة خلال زمن صغير جدا جدا. نعتبر السرعة دي اكتب انها سابتة. اكيني خلي بالك. مع السرعة هنا لو جدت تروح تشوفها على الرأسي. وديتشوفها على الرأسي عارفة تلاقي الفرقة بينهم ايه؟ ولا الهواء. بص بص الفرق كم. ارجع بقى للطبيعي ولا حاجة. يعني اكيني السرعة هنا مثلا اهي. السرعة هنا هو. مثلا يعني خمسة. هنا عبارة عن خمسة علامة زيلو زيلو واحد. ايه الفرق ولا الهواء. اكينهم خمسة. نعملها ابروكسيميش. انا كأنها خمسة. هل من الفكرة ايه؟ كأنها خمسة عند اهله ثانية طيب. نعتبرها عند ثانية البداية ولا النهاية. ألا هنعتبرها عند ثانية البداية. بص بقى ركز. هنعتبرها عند الثانية البداية. اللي هي الثانية الاولى مثلا. ونحط كده ايه بقى تعال اقول لك. نعتبر المسافة دي. النقطة دي اسمها ثانية عند تي وان مثلا. والحتة الصغيرة دي نسميها تغير بسيط في الزمن اسمه دي تي. هنصغر الخط. نعتبره تغير صغير جدا في الزمن اسمه دي تي. والمكان اللي احنا وقفين عنده ده اسمه تي وان. فريد ان نعمل ايه؟ نقولك ان التغير البسيط ده هيسبب تغير طفيف جدا في السرعة اللي حصلت. نقدر نعمله اهمال ونعتبر ان السرعة هنا مقدار سابتة. كأنها قيمة واحدة كأنها خمسة. فنعمل ايه ساعتها؟ اقولك الجسم يتحرك بسرعة خمسة لمسافة زمنية او لفترة زمنية اسمها دي تي. فالازاحة المقطوعة في الفترة دي هتبقى ايه؟ في الفترة دي فقط. خلي بالك. في الفترة دي بس. الازاحة المقطوعة كامل؟ تقول لي ماشي بسرعة خمسة خلال زمن صغير جدا اسمه دي تي. دي هنا مش رمز الازاحة ده مجرد رمز كلمة حاجة دفرينشل حاجة صغيرة جدا. حاجة انفينتسيما النمبر رقم صغير جدا من الزمن. لان انا بقول لك اتحركت حتة صغيرة على الرأسي. يعني جبني حتة صغيرة من منحنة. فاكين اتحركت من اول النقطة واحد لحد واحد وفسوة ثانية. الفسوة دي اسمها دي تي. فمن فكرة ايه؟ فانا بقول لك اتحركت بسرعة خمسة لمدة فسوة من الثواني. فهيبقى الازاحة اللي قطعتها كامل؟ السرعة في المدة هيدي لك الازاحة. يبقى دي ساعتها بتساوي او الازاحة ساعتها المقطوعة. هل هينا نسميها X . هتساوي ايه؟ انا عايز خطة تاني. ال X ساعتها هتساوي. السرعة اللي انت ماشي بيها اللي هي خمسة. عند انه لحظة عند اللحظة دي. عند اللحظة تي. فنسميها مثلا. السرعة عند الزمن تي. مضروبة في المسافة الصغيرة او اللي مشيها. المسافة زمنية او فترة زمنية اسمها دي تي. ساعتها دي ايه؟ دي الازاحة اللي انت قطعتها هنا. طيب السؤال. لو حبيت اجيب نفس الكلام في المنطقة دي. نفس الحوار هيبقى تحت تنزل على الافقي. حتى نفسك اتحركت مسافة صغيرة جدا اسمها دي تي برضا. احنا قلنا دي اصغر حاجة ممكن ان نقدر نتحركها. ابسط شيء خالص. عافقا في ارض الواقع هبنقرب الرقم ده من خليل دي تي. فلما بنجي حسب التكامل عملي. في الآلة الحزبة مثلا. بنفترضه بواحد من عشرة مثلا. بواحد من مية على حسب انت بتدرس انه علم. عايز اقولك ممكن تقف مرة واحد. لان ممكن يبقى الكرف كبير جدا. لما يكون على الرأس هنا حاجة بالكيلو. يعني بالالافات. فالدي تي تي تحت ممكن تقبل واحد ثانية. بالاتنين ثانية. موضات هوي القوي. احتاجين نشرح قليات العلوم مختلفة. المهم فكده الازاحة المقطوعة هنا. بتساوي ايه القيمة دي. طيب اقول ازاحة المقطوعة هنا. نسميها دي مثلا الصورة عند تي ون. طيب هنا هتقول لي انا اخد السرعة عند المنطقة دي. اللي هي مثلا نسميها تي تو. نقطة زمنية اخرى. وناخد الازاحة اللي قطعناها لحد ايه؟ فاسوا من الزمن بعدها. ايه الحتة الصغيرة دي. مش هنا نفترض ان نمش هنا بسرعة سابتة اسمها في. عند الزمن اثنين. مش هنا بيه المدة دي تي. فنقمطر بيه في دي تي تاني. وده هي يعطينا الازاحة الاخرى. دي الازاحة الاونية اللي قطعناها. هذه الإزاحة الثانية التي قطعناها. لكن هذه الإزاحة الأولى عند إيه؟ عند الثانية الأولى. أو عند الجزء الأول من الـ Time. هذه عند الزمن الثانية. هنقعد ناخد فترات زمنية وراء بعضها. كل واحدة سمكها صغير جداً. مرحلة زمنية صغيرة. أكنك وأنت ماشي. عملت سلو موشن كده. وبدأت بدل ما أنت متحرك ثانية فقط. ثانية على بعضها. قلت لك لا أنت متحرك حيث جزء من ثانية اسمه DT. وجزء ثانية وراء اسمه DT. وجزء دT. قسمت الحركة لفترات صغيرة جداً 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 جداً. طيب لماذا عملت هذه الحركة؟ ليه؟ هنا النقطة المهمة. عشان تفاهمهم حلوا المشكلة ازاي اللي وجهتنا. عملت كده ليه؟ عشان أقدر أقول لك أن كل مرحلة منهم تقطعت مسافة حلوة بسرعة معينة. المسافة اللي أطعتها دي أطعتها بسرعة. تقريباً السرعة دي ثابتة. لأن انت ما حصلش تغير فيها كبير. التغير بسيط جداً. فنأخذ السرعة بتاعتك عند اللحظة دي. نضربها في الزمن اللي هي مشيته. نضينا الإزاحة الأولانية اللي هي أطعتها هنا. بعدها نعمل نفس الكلام. نأخذ سرعتك الجديدة هنا. مع الفترة الزمنية الصغيرة اللي احنا افترضنا أنها أصغر حاجة ممكنة. ومتساوية في كله. سابتة. يعني فترات زمنية سابتة. حلو؟ هنضربها في السرعتك الجديدة. حصلنا على الإزاحة الجديدة اللي أنت أطعتها. طب لما أقول لك في الثانية أنا أقطعت إزاحة كبيرة اسمها X. حلو؟ مش دي مجموع الإكسات الصغيرة؟ آه؟ يبقى نده نقول قاعدة بقى. الإكس المقطوعة خلال فترة زمنية كبيرة اسمها X of T كده. اسمها الفترة الزمنية اسمها T. تساوي. مجموع. ننسى قولت مثلا إيه؟ مجموع نكتبه إزاي. قالك نكتبه كده. مجموع. مجموع. عبارة عن مجموع إيه؟ X1 مع X2 مع XZ. أقول لك اكتبها يا دوي. تساوي الـ X الأولينية. زائد الحتة اللي قطعناها في الفترة الزمنية الصغيرة اللي وراها. زائد الحتة اللي قطعناها في الفترة الزمنية الصغيرة اللي وراها. يبقى زائد X2. زائد X3. زائد X4. زائد إلى أخير. لحد Xn. حيث إن دي هي إيه؟ نهاية آخر زمن هتوصله. لو أنت بدأت من أول الثانية واحد. بعدها خدت النقطة بتاعت ثانية واحد واحد من عشر. مثلا واحد واثنين واحد. خدنا نقوة كثيرة جدا. بناخد حتة كثيرة قوي. لحد ما نصل للثانية الثانية. يبقى دي لحد الثانية الثانية. بس كده خلصنا. شوف الثانية الثانية ده يكون أنت خدت كام حتة اسمها DT. لسه هنعرف كل ده. هل فهنا هو مجموع. مجموع وخلاص. المجموع ده كل X منهم عبارة عن السرعة عند اللحظة دي. في حتة صغيرة اسمها DT. وده عبارة عن السرعة عند اللحظة دي. في دي تي برضو. السرعة عند اللحظة دي. في دي تي برضو. طب انا ممكن اقول لك حاجة حلو قوي. نقدر نسحب دي تي عام المشترك. يا كاحب نجمع حتة صغيرة جنب صغيرة جنب صغيرة جنب صغيرة. عشان نجيب الازاحة كلية اللي انت قطعتها. ليه اضطررنا لعمل هذا؟ لأن السرعة مختلفة. فحنا قلنا هندق أن ندرس فترات زمانية صغيرة جدا مرة بعدها. عشان نقدر في كل فترة منهم نقر بالسرعة أنها ويكا أنها ثابتة. شايف العظمة شايف البشر كيف يفكرون. التفاضل التجامل العبقرية يا جماع. انا للأسف الحلقة انحرفت عن مصارها. انا مش محضر ولا كلمة من اللي بقول. انا هكذا افهم الأمور. المهم اسحب دي تي عام المشترك. هيتفضلك V1 زائد V2 زائد V3 صح كده. صح كده. لحد عدد كتير من الفيات. ايه دول؟ ايه دول؟ عارف دي ايه؟ تعال كده اطلع فوق. اطلع فوق كده هو. انا ممكن اقول لك اكتبها في صورة حلو قوي. اقول لك نقدر نقول ان هذا. ومين اللي كان فوق بيساوي هذا الشكل. مين اللي بيساوي زمن في صرعة. صرعة في زمن يديك الازاحة. فهي دي الازاحة الكلية اللي قطعناها خلال زمن معين. نقدر نقول حلو حاجة حلو قبائي. الازاحة الكلية المقطوعة خلال زمن معين عبارة عن. مجموع الازاحات المقطوعة. على مدى الحركة. في زمن صغار جدا اسمه دي تي. يقول هي عبارة عن مجموع. بنكتب سميشن كده. ده هو مجموع. ومجموع ده بنكتب الصورة العامة هنا. ونبدأ كل مرة نعوض فيه يديك واحدة منهم. فهقول له عبارة عن مجموع. اكس اي اكس ان. حيث الان تبدأ من واحد. وتنتهي عند ان. نسميها كده عادي. عادي خالص يعني. ممكن تسمي اي رمز داني. عم اقولك اكس اي. حيث الاي. تبدأ من واحد. اول حاجة نحط هنا اي واحد. لحد ما نصل لان. عارف ده نفكه ازاي. ابدأ فك معي. معلش الاساسيات راضة. اول مرة هحط الاي بواحد. يبقى اكس واحد. زائد. تاني مرة هحط. اكس باثنين. اي باثنين يبقى اكس باثنين. تالت مرة هحطها بتلاتة. رابع مرة. لحد ما تحطها في مرة بان. كده انت فكت الصميشن ده صح. يعني نفس الكلام. الازاحة المقطوع على مستوى الحركة الكلية. تساوي مجموع الازاحات اللي قطعناها. الصغارة جدا. كل واحدة من دول خدناها في زمن اسمه دي تي. دي تي. زمن صغار جدا جدا. ديفرينشال الامن. انفينت اسم النمبر. وخدناها بسرعة يمكن تقريبها. انها الصرعة عند اللحظة واحد. والصرعة عند اللحظة صغارة جدا. اللي وراء اسمها اثنين. لحد ثلاثة لحد إن. حلو؟ فنقدر نقول ان هذه X1 نشيلها. او نكتبها تحت هون من جديد. ونقول انها عبارة عن DT في V1. زائد DT في V2. نفس الكلام. اسحب DT عام المشترك. طيب فنقدر نكتب ده كله عبارة عن DT في V1. زائد DT في V2. زائد لحد ما احنا مكملين. اللي هنقدر نقولها ازاي بقى. لماذا انا خدش دي تي عام المشترك؟ لان احنا عايزين نخليهم كلهم جنب بعض كده. عشان ال V مختلفة. ال V عمالة تختلف. فنقدر نقول بشكل عام. ان احنا ده هيتكتب في صورة summation برضو. بس الصميشن دي بدل ما هي مجموعة لل Xات. هنفك لل Xات. هي مجموعة لما تسوي هذه ال X. مش هنقول هنا XI. حيث ال I تبدأ من الزيرو. تبدأ من ال واحد قصدي. اول X يعني اول قطعة خدناها. عند اول فترة زمنية. وتنتهي عند ال I دي لما تبقى ب N. عدد من المرات. فنقدر نقول دي XI عبارة عن ايه؟ عن زمن معين ثابت. كل مره ابن الربو في V معينة. مره V1 مره V2 مره V3. لو عايزينها تتجمع على بعضها. يبقى نكتب VI. والصميشن هي اللي هتقوم بالواجب. هيتتفكي ازاي دي. هتتفكي كده. هتتفكي كده. حت اول مره ال I. ال DT مالهاش علاقة. هتنزل زي ما هي. وال V هي اللي تاخد 1. لان هي اللي فيها ال I. ال I ده هو ال COUNTER بتاعنا. زائد DT تضيف مكان I اثنين. بعدها لحد ما تضيف مكانها ايه؟ يبقى VN. صح كده؟ فكده انت عملت اجمع DT في V. DT في V. يعني اكيد انك عملت اجمع ازاحات صغيرة. ازاحات صغيرة على مستوى الحركة. عشان تفترض حينها ان السرعة ثابتة في المنطقة دي من الازاحة. اللي هي صغيرة جدا. حصلت خلال فترة زمانية صغيرة. كده انت حصلت على الازاحة الكلية بقانون. القانون بيقول ايه؟ نقدر بقى نرجع نكتب بخط كبير عدل. لانا كده زائد. والله فكرة حيضة ان انا بقى زون بعد كده. ويعني ايه نخلي البرنامج اسرع. بص كل ده. الكتب في الشكل العجيب اللي انا كده بدلقتي حالا. فنقدر نقوم شايدن كل بقى كده. حلو. ارجعت نكتب لفوق. دي السرعة. مع الزمن عموما. قلنا بقى نقدر نقول ايه؟ ان الازاحة الكلية. اللي هتحصل خلال فترة زمنية معينة. خلال فترة زمنية معينة. دي هتسوي مجموعة لازاحات السرعة. عند اللحظات كثيرة جداً وراء بعضها. واللي يكون في اي. عند الاي تبدأ من الواحد. لحد ما تبقى ايه؟ بس نضربها كل مرة في ديتي. كل ما تحط الاي برقم اضرب في ديتي. عشان بقى جبت ازاحة من الازاحات الصغرى. المرة اللي وراها جبت ازاحة اللي وراها. الازاحة اللي وراها. يبدأ عمل تجمع حتة صغرى جداً من الحركة من الحركة من الحركة من الحركة. المجموعهم سيديك الازاحة الكلية اللي الجسم ده قطعها. طيب ده كده ايه بقى؟ هو ده مبدأ المساحة تحت المنحنة. ازاي؟ لما نطلع فوق. خلينا اقول لك حاجة حلو قوي بقى. لما نطلع فوق. ونرسم الشكل ده. ونقول مثلاً بداية من. التي بواحد لحد ستة. فرسمنا المنحنة بالشكل ده. ده كده علاقة الفي مع التي. مش كده. لو انا قلت لك. اضرب للفي في دي تي. هاخد اول دي تي هاية. من اول واحد لحتى حتة صغرى وراها. يعني واحد زائد دي تي. ده المكان اللي هوصل له. يعني ناخد حتة صغرى صمكة دي تي. اضرب دي تي دي في الارتفاع. طيب الدي تي اللي احنا عملناها دي هتطلع تقابل المنحنة فين فوق. هل هتطلع ارتفاع اسمه الفي اللي عند ون؟ ولا الفي اللي عند ون زائد دي تي. اه فرق صغير جدا. فرق صغير جدا. عشان هو صغير جدا. افترضا الاثنين قد بعض. افترضا النقطتين اللي هنطلع نقابلهم فوق. الاثنين هم هم. يعني مثلا الون دي. سرعتها اللي هتطلع تقابلها فوق. طلعت هنا. عارف دي تي احنا طلعت فين. دي تي. سننفودها بقى عاملها اقرب شوية. طلعت هنا مثلا. اه ادي دي تي. استنى. صغير جدا في الزمن. فده يحصل فيه فوق. تغير طفيف جدا في السرعة. ان نقدر نفترض ان ما فيش تغير حصل اصلا. يعني نقدر نفترض. ان ده الخط ده قد الخط ده بالظبط. يعني اكدنا عملنا كده. لو كبرنا عملنا زوم على المشهد ده. هو عبارة عن. حتة صفرة. وحتة قدها بالظبط صفرة تانية. ده كده الفي. الاثنين قد بعض بالظبط. والعرض بتاعهم دي تي. ienen اعطال ت به فوق صفرةال. حصل خلال المدة زمنية دي تي. تقدر تفضل ذلك من فوق. طب ما احنا قلنا. لو انت ماشي خلال المدة زمنية معينة. وسرعتك فوق ثابتة. يبقى الإزاحة عبارة عن المساحة تحت المنحنة. يعني تدرب السرعة. العصصة بالسرعة في المساحة تحت المنحنة. يعني تدرب بالضبط ممكن تدرب sobie تلك السرعة. يعني المسحة تحت المنحنة. يعني مساحة المستطيل اللي حنا نسمناه حيلاً ده. اللي هو عبارة عن مساحة الشريحة دي. اللي أنا أظللها دلوقتي حيلاً. نعملها بلوم مختلف. الشريحة دي تظللها كده من جوه. ده المساحة تحتها طبعاً يا صغيرة جداً. فالمساحة تحتها هي دي الإزاحة الصغرى اللي قطعناها في الأول. هي دي الإزاحة أطعناها. طيب الإزاحة اللي وراها. اعمل نفس الكلام. خد دي تي هيا كمان. واطلع فوق. اطلع فوق بالخط الأصفر. هنأعتبر إن دي تي دي برضو خلت السرعة لا تختلف عن اللي قبلها. بعدها أخذ الشريحة اللي وراها. كل اتنين لا يختلفوا عن بعضهم. كل اتنين أخذ كل دي تي هيا. نطلع تبقى قريباً السرعة على طرفين دي تي لا تختلف. هنقدر نعمل نفس العملية دي كتير جداً 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 جداً. كل ستب نمشيها دي تي نمشي دي تي نمشي دي تي. عشان نقسم الخمس ثواني دول لعدد كبير جداً من الأجزاء الصغرى. في أرض الواقع ستبقى الرقم ده عادي يتقري. مثلاً نقسمها الـ O.O.O.1. هنقسم هنا مثلاً يطلع خمس تلاف عينة. في خمس تلاف شريحة يبقى نجبنا هذا الطريق للقلب تحسب بها التكاملات. القلب تعمل أي شيء في الدنيا تعملها مقربة. لا يوجد شيء اسمها أن العدد هنا يبقى عدد لا نهائي في أرض الواقع. لا نظرياً يبقى أنه لا نهائي. لكن في أرض الواقع ستصل إلى مستوى معينة ويبقى خلاص. الموضوع ملل إرية كلها. المهم أن نأخذ شريحة جنب شريحة جنب شريحة. وكل شريحة عامها تطلع لحد المنحنة في آخره لحد آخر المنحنة. لحد آخره لحد آخره فجأة إيه اللي حصل. هنوصل لحد الستة اللي هنا. هتلاقي كل دي بقى الشرايح شرايح 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 شرايح. وكل مرة تضرب دي تي في الارتفاع الذي نفترض أنه قد بعضه على طرفين دي تي. يعني أكيدك بتعمل مستطيل في مستطيل في مستطيل. لو عملنا مستطيلات كثيرة جداً جداً وراء بعضها. أكيدنا جبنا المساحة دي كلها المساحة تحت المنحنة. والتي هي بتساوي مجموع الإزاحات الصغرى التي قطعها الجسم. والتي مجموعها بيعطيك الإزاحة الكلية التي قطعها الجسم. فقلنا طالما الشرايح كثيرة أول بعضها. ليس واحد بعدين اثنين. والتي هو واحد عدا وبالطار للا، بعدين واحد وحد وحدتين، عدد كبير قوي. فسمنا بدلاً منقول قصيلة الصوميشن معناها أن أنت بتعود بواحد. بعدين تعود بأثنين. لا نちゃんと cooperت بży wo起. بعدين واحد وحدتي واحد وحدتين فقلنا ل裝 força palette. ليس معناها صps. خذ حرف s اثن well خلله مياع بعض ال separator. فبدلاً من nó كتبتت أن2000 tap1 اضافر للأرض. خل عليه فجأة مع تطور الزمن يبقى كده. هي هو ، ذي . هذا شكل التكامل. التكامل ما هو إلا تجميع لشرايح. كل مرة باخد الفي. الفي دي بأضربها في الدي تي. مش قد ما تكتب في اي بقى. مفهومة. مفهومة جدا. ممكن تكتبها عافيك والله ولا ادنى نفسك. في بس مش قول بقى اي. هنا اي وخلاص. اي كاونتر. هنا الفي عند زمن معين. من زميها في تي. من زميها في كدلة في تي. مش في عند زمن معين. يعني الفي تختلف في اختلاف الزمن. اه يعني الفي في الزمن. اما اليابني المنحل اللي فوق ده ايه. اهو الفي دل في الزمن. صباحك فول شفت انا ليش رحت لك يعني اي دل في الاول. هو ده ترتيب المعلومات الصح. معينه والله عصف زهني. بس هو دل انا فهمه. فدل تي. الفي كدل في تي. يعني الفي عند كل لحظة زمنية. دل يعني الفي اللي هتطلع عند كل لحظة زمنية صغيرة جدا. اضربها في مدة صغيرة جدا زمنية. ده كده بيديك ايه. ازاحة واحد ازاحة اثنين ازاحة تلتة. كم ازاحة بقى. بداية من. لما تتي تكون بستة. مثلا في المثال اللي قلنا فوق. كده انت هتبدأ تعاب بواحد. واحد ايه يعني الثانية الاولى. بعدها يبدأ زمن. ده منطقيا جدا زمن. في ناس مش رهمة ده. عشان كده ممكن تقول لك في المسائل بقى. لازمن الفريابل ده يكون مرتبط بالرقمين اللي فوق. قديك فهمتوا وليه. الكلام ده منطقي. من اول الثانية الاولى لحد الثانية الستة. في السكة هنعمل ايه. انا عاب بواحد. بعدها واحد وحتة. واحد وحتتين. واحد وثلاثة. واحد وثلاثة. كتير تقولنا ان لنا نهاية في الرياضة مجازية. يعني هما لهم نهاية. يعني لو قلت لك. نظرياً. عدة التي تكتب هنا. الشرايح كام. بتقول لي هي بمانها صغيرة جداً متنهية في الصغر. فبتقول لي أن عددهم لانيهائي. يعني مستحيل نخلصهم. فايزا تقول لي انها جيت انا خلصتوهم. ما كان عددهم لانيهائي. ازاي خلصوا. ازاي هما لهم نهاية وهم لا نهائيين. يبقى هما مجازا لا نهاية. يعني هذا عدد رجเลย كبير. لكن في آرض الواقعة بجاولهم نهاية طبع. يع فترة زمنية مقدارها واحد من مية الواحد من مية فعلا لو طلعت تشوف واحد من مية ثانية السرعة اختلفت تلاقيها تقريبا ما اختلفتش اختلفت بفاسوى عجل لا تذكر يعني في ارض الواقع كله ليه قيم عشان كده الالة بتقدر تحسب التكامل خاصة للمحدد لانها تقدر تعوض بعدين تعوض بواحد واحد من مية واحد اثنين من مية فتتعوض كتير جدا ورا بعضها هي حاجة ديجتال يعني فتبقى سريعة في التعويق فتدرك في الاخر مجموع كل قيم العوض بها تبقى عارفة قيمة الدلة اللي انت كتبها يعني انت بتكتب لها هنا ان ال V of T بص بقى كيف تعمل الالة انا اعمل حتة دي حتة في الحلقة يعني ليه كنت وليه كول الزمن لو V of T الدلة تحت الزمن اللي مرسومة فوق عبارة مثلا عن T سكوير اي حاجة T سكوير الرسم اللي حن رسمينا مثلا T سكوير زال اي حاجة اي منظر دي الدلة بتاعتها هتقوم عامل ايه تاخد الواحد وتكون هي من جوة متخزن فيها تقريبا ان ال DT دي عبارة عن رخم صغير اوي وليكن واحد من مية اي مثلا حل واحد من مية فتقوم مسكر واحد معوضة به في الايه في الدلة دي شيل بقى الدلة وحط قيمتها اللي انت لست جايبة اللي هي T سكوير اللي احنا عارفينها اصلا هو اللي انت قلت لك ان الدلة T سكوير هتلي بقى المزاحة لها اقطعها خلال خمس ثواني لما يكون ماشي بالسرعة بتختلف بشكل T سكوير فتقوم معوضة بالواحد طلعت قيمة اللي هي واحد تربية تدربة في DT اللي هو O.O1 طيب زائد ده على بعضها على الأل على طول شغل بقى في ALU جوة الألة صغيرة كده حلو مش هنمش خدنا ال ALU زمان تعمل عملية حسابية طيب تقوم معوضة المرة اللي وراها بواحد وزياد عليه حتة كمان اللي هي واحد وواحد من مية وتقوم ضربة في نفس الواحد من مية تاني ده كده ده الازاحة التانية اللي تقطعت دي الازاحة الاولى لو طيب عملنا العملية ده تاني تاخد تزود الصرعة تزود الزمن اللي هو هيبقى واحد وحدة زيادة واحد واثنين من مية حلو وتقوم مسك الرقم الجديد به dieser اللي هو ده الواحد واثنين من مية ده ايه ده مش زمن ده مش زمن ده احنا عوضنا بالقيمة دي هنا هو وتفوض نربع كل ده ده انا واخري النشو يا رقيب يلادي تتربع وادي تتربع خضی وديー تتربع يا كمان احنا قلنا ان الزمن الجديد هناخده الزمن المرة دي بواحد وزيل عليه حتة هذا الزمن يأخذ وعواب بيه هذا السرع عند هذا الزمن عند اللحظة الزمنية الجديدة فعشان كده اجبنا الحاجة التربيئة هي السرعة هذه السرعة هذا السرعة ونضربها في كل مرة في الزمن الزمن الإجمالي اللي حصل فيه هذا التغير اللي هي الإزاحة الصغيرة اللي هتحصل فيه اللي هو هيفضل طول عمره واحد من مية برد اللي هفرضينها على الألن أنها واحد من مية هتفضل تعبن العماية دي كم مرة بقى؟ خمس تلاف مرة لأن كل ألف هتخلص هتكون الواحد ده بعد ألف مرة بعد مية مرة أنا أسف أنا أكتب واحد من مية يعني بعد مية مرة الواحد هيبقى وصل لإيه للاثنين بعد مية مرة كمان وصل للثلاث يبقى هيوصل للست سويني هيعمل كم عملية جمع خمسمائة عملية جمع القلب تعملهم في ثانية أنا بدي مثل طبعا وتم ادي لك في الأخير ناتج تقريبي يعني تقريبا هو مية في مية صح لأننا لا نحتاجين لوراه أصلا فأنتم يطلع لك الناتج بتاع دي مثلا اللي هو تعني عمله إحنا يدوي هي تكعيب على الثلاثة من واحد للستة عواب بالستة يبقى ستة تكعيب على الثلاثة ناقص عواب بالواحد يعني تلت الستة تكعيب عبارة عن إيه؟ ستة في ستة في ستة وتلاتين لو أنت مش عارف ستة وتلاتين إضرابها في ستة ده بصت من غير ألا حزبة خارصة ومشنروح لألا حزبة ومشنقول لك حاجات محفوظة طيب هل ستة في الرقم incentives انا كيمنة عبارة عن تلاتين بـ 6 ستة في ستة في ستة وتلاتين ستة في تلاتين بمية وهل ستة وتلاتين بمية وتتمانين بمية وتتمانين مع الألستة وتلاتين يعني خلفيนين هل ستة واتختين أولا أنا غلطان بنتين وستاشر ميتين وستاشر فوق حوالا شل منها واحد ميتين وستاشر فوق أليس منها الواحدة اللي فوق بين sedimentين وخمستاشر على التلاتة أريد أن نقسم فوق و تحت على شيء نقسم على كم؟ أقول لك شيء، سيبها كما هي هذا ناتج التجامل، نحن متأكدين أنه صح القالة تطلعون لك كيف؟ تجد أن تجد أن تجد ذلك يمكن أن تجد أن تجد 225 سرعة على الإنسان سأقوم بذلك على القالة دعيك معي، لا أعلم أي شيء أنا الرجل لا أقول أي شيء أنا مزنوق جداً في الفاينل لكن أي شيء؟ نقوم بذلك نقوم بذلك نقوم بذلك نقوم بذلك تكامل محدد لـ X تربيع يعني أكيد أنها T من 1 ل 6 قلتني الناتج عبارة عن 225 سرعة على الثلاثة لكن بالضبط، جابتها بالضبط exactly لأنها رقم الرجل لو أعملت S دي، ستجد أن تقول لك أن هذا يساوي 71 علامة 6 6 6 6 سبعة في الآخر السؤال هي القيمة المكتوبة هل هذه فعلاً قيمة القيمة الحقيقية للموضوع؟ لا، قيمة تقريبية كان ممكن أن نكمل هذه الستاتفادة للأخد العدد كبير جداً ولكن بما أنها أصلاً من جوه تعمل عملية تقريب للـ DTE لا تجعلها رقم صغير جداً ولا شيئاً تجعلها رقم يتقري فالنتج يظهر عبارة مقرد هكذا تعمل الآلة وهكذا تحسب الآلة التكامل بأبسط عبارة ممكنة تجيب الدلة اللي أنت مدهلها وتجد تعوض فيها في كل مرة وتعمل الستيب بتاعتها بدل ما كنا في الـ Summation نستيب بمقدار واحد لا، هنا نستيب بمقدار حيط صغيرة قوي اسمها DTE تكون هي مسمية دي تي دي جوه بقيمة تضربها في قيمة الدلة بتاعتك كده هتعطيلك الإزاحة مثلاً اللي واحد نشغالين في سرعة لو دي عبارة عن سرعة وده زمن ممكن تبقى أي حاجة في أي حاجة تانية بقى فالرياضة بتفكها من كل الكلام تعال فيزياء ده وبتقول لك يا معلم عندنا شيء خلي بالجمع من اللي بيحصل وش احنا فوق قلنا كل دي تي هاية في الارتفاع بتاعها اللي هو السرعة هيديك إزاحة يبقى المجموع كله من تحت المساحة تحت الملحنة بتاديك الإزاحة اللي هو إيه؟ اللي هي التكامل يبقى التكامل كنقاعدة عامة هو الإزاحة تحت الملحنة نقدر نصل بها يعني بتجاوز من نهاية يبقى الانتجريشن ده هو المساحة تحت الملحنة ده بنسميه انتجريشن وهو شبه جداً الصميشن بس الفرق في الاستيباق فقط هي عبارة عن تعويض وبعدين نجمع تعويض بعدين نجمع بس بدلاً ما كنا في الصميشن منعود بواحد بعدين باثنين هنا بقى نعود بواحد بعدها واحد وحدة صغيرة أو اسمها دي تي واحد وحدة صغيرة كمان اسمها دي تي هاي كمان لحد ما نخلص القيم دي كلها في النظري بنقول إن الرقم ده صغير جداً عدده اللي هي نهائي لكن في أرض الواقع بيقى ليه خيمة وبيقى عدده ليه نهاية لمتا دي يعني طيب بدأنا نعمل بقى شوية دراسات وأثبتنا أن التكامل اللي هي علاقة بالتفاضل والعلاقة العكسية والأنتي ديريباتيب ده بقى محتاج منها تلات أربعة ساعات كمان المهم وصلنا لحاجة مهم قوي إنتيجريشن أو إنتيجرال الإنتيجرال ده بقى بص بص اطلع فوق خالص بسم الله الرحمن الرحيم ده كان المفوود أبدأ بيه فين؟ أهو أول كلمة قلتها لك اللي إحنا شرحناه في النص ده كله طبعاً إحنا كل واحدة من دول كلام فيها كتير قوي ومساحنا وكتبنا كل ده كان لابد منه عشان أنت راجل عندك نظرة أوسع حتى لو أنت عارف نفس الكلام بس ترتب أحسن بس كده الإنتيجرال ده نوعين بسم الله الرحمن الرحيم يلا لا إله إلا الله الإنتيجرال ده نوعين لإما definite دي أساسيات بقى لإما إن definite نبدأ نسرع الوتيرة شوي لإما تكامل محدد لإما تكامل غير محدد يعني إيه تكامل محدد وتكامل غير محدد بقول لك أنا عندي منحنة معين منحنة ده مرسوم بشكل كبير جدا بشكل كبير حلو والعلاقة دي مثلا لو قلت لك علاقة فونكشن إفوف إكس مع الإكس الإفوف إكس دي عبارة عن تاخد الإكس وتربعها اللي بنسى بالشكل ده إكس تربيع فأنا ممكن واحد يقول لي أنا عايز أحسب أجيب قاعدة قاعدة تجيب لي المساحة تحت المرحانة ده في أي فترة حبها فهقول له القاعدة دي هي إكس تجعي بعد ثلاثة الشكل ده قاعدة تقدر تعمل فيها إيه تقوم إلينا عايز المساحة من أول النقطة دي لحد النقطة دي من أول واحد لحد ثلاثة فأقول لك خلاص روح عوض بواحد وثلاثة حط الثلاثة دي في القاعدة ده كده قانون المساحة هيجب لك المساحة من أول هنا لحد الثلاثة يعني هيجب لك ده كله اهو ده كله بعدين عوض هات المساحة لحد الواحد يبقى هتجيب من أول صفر لحد الواحد اللي هو ده كله الله لازم نورها لك معلش عارفين في ناس فهمت بس والهم نبني على أقل شيء هتعود بالتلاثة اللي فوق يعني بيتجيب من أول الصفر لحد الثلاثة وتمجيب المساحة دي كلها بعدين بتعوض بالواحد هتجيب المساحة لحد الواحد يبقى ان Tages هذا يأتي لك في المساحة بداية من الصفر وحتى رقم معاهم القانون ده هو قانون المساحة من الصفر لرقم معاهم فلو عوضت بالتلاثة اللي فوق أعتني تجيب المساحة من الصفر لحد الثلاثة اللي هي مساحة الزرقة دي طب لما عاؤه ما طلع عليه وانا بقاوة بتلاتة ناقص ما طلع عليه وانا بقاوة بواحد يعني اللا زرق ناقص الأحمر هيديني الحتة اللي في النص اللي هي المساحة المطلوبة تحت المنحنة اللي هي بقى لو ده كان سرعة مع الزمن يبقى هيديني لك الازاحة اللي انت قطعتها لان انت اشتغلت من واحد لتلاتة فقط ما اشتغلتش قبلها عشكية طرحنا الحتة دي اظنك كنت حافظ عابل فوق ناس عابل لتحت ليه منطقة الكلام زي الفول يعني ممكن كنت عارفة بس تنسيته فانا كده ج يبتلك قاعدة عامة تعود بأي نقطين تحبهم ممكن في مرة داني اجيلك مسألة اسهل اقول لك انا عايز انا عايز اسمها ايه المساحة تحت المنحنة في المنطقة الفلانية فقط مش عايز في كل المنطق انا عايزها في المنطقة دي فقط طب هل يعني في فرقة بينهم تقريبا لا هي هي نفس الفكرة بس ده حلقة خاصة لسا امتلك نفس الدلة قلتلك عندي دلة هي مثلا او دلة هي امتلك نفس الدلة بالزبط وقلتلك ان الدلة دي عبارة عن دلة معينة بتجرع الاكس عبارة عن انك بتاخد الاك نفسه حلو؟ قلتلك انا عايز المساحة مثلا يعني من اول واحد لحياة تلاتة تقول لي خلاص اه ثم عاملها بتكامل بس التكامل جاهز بقى المرة دي مش هتجيب لقاعدة عامة هتجيب القاعدة العامة وتعوض انت فيها حرفين هي التكامل المحدد والغير المحدد نفس الخطوات بالزبط الا انك بعد ما بجيب القانون العام بتاعت التكامل غير المحدد بتقوم حاطة انت الحدود فتقوم معوض يبقى ده بيزيد خطوة فقط الدفنة ده بيزيد خطوة فقط انك بتحط الحدود في الاخر لكن في الحالتين لازم انتجيب القاعدة العامة السؤال بقى الاهم ان انا ممكن لعب معك لعبه واجب لك تكامل مميز انا عارف ان الدلاب تحتها مميزة في منطقة معينة فقط فتلاقي مسلا تكامل مميز او في الفترة من 0 على 2 لي مساحة مميزة في المنطقة دي قيمة سهلة اجيبها يعني مثلا تلاقي الدلاب بتاعتك مثلا يعني حاجة عاملة كده انا بده ايه مسلا 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 بعدين امتجاية هنا من اول دي عامت عاملة كده بعدين امتطلع ثاني اجي انا اقول لك انا عايز ا تجيب لي المساحة من أول هنا لهنا من واحد لثلاثة مثلا أو من خمسة لثمانية المنطقة دي مثلا لأن أنا متأكد أن الدلة دي في المنطقة دي المساحة المنحنة بصفر مفيش مساحة أصلا فأطلب منك التكامل من خمسة لثمانية فقط فساعتها لو حاولت وأنا عارف أن الدلة في المناطق الأخرى معقدة جدا فتيجي تحل التكامل بالشكل اللي هو إن ديفنت اللي هو غير محدد من غير حدود تلاقي صعب قوي تجيب قاعدة عامة لأن الدلة غير مقلوفة لكن لو أنت حاولت تجيبها يا ديفنت فقط بتلاقي فيه بعض التركات بعض التركس أو التكنيكس اللي تسهل حلك يعني السؤال هل يوجد تكامل يحل فقط وهو تكامل محدد وما عرفش نحله وهو مش محدد ما عرفش نجيب له قاعدة عامة لأن الدلة مش مفهومة أو صعبة آه طبعا جدا أبسط أبسط مثال التكامل ده إي باور ناقص إكس تربيع دي أكس لو حاولت تحل ده بشكل الاندفنة تتليه معقد للغاية صعب جدا تحلو صعب قوي كمان تحلو لكن لو أترك حلو من صفر الانفينيتي ده بقى حلوه في ثلاث ثواني حرفيا لو أترك حلو من سالب انفينيتي الانفينيتي في ثلاث ثواني برضا لأنه مهدلة أصلا افين يعني فهي اثنين من اللي أنا قلته من شوية ويتحل إزاي بتقوم جايب ده تفترضو اي تقوم جايب نفس الاي ده تاني وتقوم غير الانفينيتي تترمف بعض عملت دابل انتجرال تقوم حلو بالبولر كوردنيت طلع لك النات يطلع تقريبا جزر باي على الاثنين تقريبا لو أنا فكر صح يعني فكه ده من صفر باي تقريب من صفر الانفينيتي المهم فممكن نعمل ده اللي هو تكامل الجاوسين انتجرال مشهور جدا يعني ودابل بيطلع لك الدستربيشن بتاع السينك لو انت فكروا اللي شبهها كده المهم فدستربيشن مشهور يعني ده كلام جميل جدا فاللي أنا عايز اوصله لك اني ممكن التكامل لنوعين ديفنت وإن ديفنت ممكن تعرف تحل حاجة إن ديفنت وديفنت في نفس الوقت فتحلها الأول بشكل عام بعدين تقوم معوض وممكن وممكن يكون مديلك حدود مميزة التكامل بيتحل عند الحدود دي فقط بسهولة لكن عند غيرها بيبقى صعب طب الديفنت انتجرال والإن ديفنت الان ديفنت بنحله بطرق بنسمية طرق التحليلية قوانين بقى وعلاقات وتكتشف النمط وتشوف الشكل ده كان ايه عشان لما اشتقناه غاب الشكل ده ده بنساميها اناليتيكل ده معلومات ليك اهو اناليتيكل سوليوشنز يعني حلول اناليتيكل حلول تحليلية بنحلها يادة وكده بخطوات وفاريبلز لكن ده ممكن نحله بطرق تانية خالص ممكن نحله بحلول نيوميركل وده نفس ممكن تحل بحلول نيوميركل بس مهم هنا نيوميركل حقيقي ممكن تعمل شوية تركس كده وشوية ايه بروبيرتيز تطبق شوية خصائص بروبيرتيز هناخد ناردة شوية بروبيرتيز للديفنيت انتجرال وهناخد بعدها اهم اهم واحدة في البرابيرتيز اللي بنسميها كينج بروبيرتيز مهمة جدا مهمة جيد خطيرة ايه شوية البرابيرتيز او الخصائص اللي احنا منطقية جدا لما فهمنا الموضوع قالك لو انا قلت لك انا عايز عندي دلة معاناة اسمها اف او اكس لسمتها مع الاكس طلعت بالشكل ده واللي اكون طلعت كده جميل قلتلك هتلي المساحة المحصورة او المساحة لتحت المرحنة او هتلي التكامل بتاع الدلة دي من اول النقطة خمسة لحد النقطة خمسة المساحة كامYN تقول لي اذا كانت خمسة هي نفسها خمسة مفيش مساحة. مفيش عرض العرض من تحت بقام. بزيره زيره في الارتفاع كده طلcn في العرض. ما احنا كان فيه مصطيلك كده. انا عايز اجيب مساحة يبقى فهو مصطيين مثلا يعني. او فيه شئ اه هي مرسوم المصطيين ده عرضه من تحت بصفر. لأن الخمسة هي الخمسة ف المصطيين بين الخمسة والخمسة كامي.اي؟. مفيش حاجة. اه! tradition واي يوجد موجود ان ال5 هذا تناقض لو حصل. لا يوجد شيء بين الخمسة والخمسة. فهم الفكرة هي نفسها. فالمساحة كده صفر. لأن الطول العرض بقى صفر. فهذه الدولة التي تعتقدها أن المساحة كانت بصفر. طبعا المساحة دي هي المساحة تحت الملحنة. يبقى دول من القاعدة عامة. لو أجريت أي تكامل على أي دلة في الدنيا. وضربتها في أي وعملت هذا التكامل من نقطة لنفس النقطة. فطبيعا لا يوجد مساحة. يبقى الناتك صفر. هذه أول بروبرتي. طيب تعالي وريق خاصية تانية. أنا قطعت الفيديو كذلك كان في حاجة بتحصل. فكتبت حاجة وما ساحتها. المهم. تعالي وريق خاصية كمان. خاصية سهلة خالص. لو أنا قلت لك على سبيل المثال. أي تكامل من A لB. بصلا اكتبت لقتي حالا. لدلة اسمها F مثلا. Dx. بيساوي نفس التكامل من A لB لنفس الدلة F. بس المرة دا هنغير اسم المتغير. هنخليه Y مثلا. لو أنت فهمت اللي فوقها تحس إن القاعدة دي سهلة جدا وجميلة قوي. ليه؟ لأن أنا بقول لك لو F بتاعتي عبارة عن X تربيع. يعني عندي متغير وبيتغير بالعلاقة الآتية. F عموما حط هنا أي حاجة داخلها. F هي دي اسم الدلة. ده البروصيس نفسها المعبرة عنها فيه F وفيه G وأي حاجة. الـ F بيقول لك أنا F على أي حاجة في الدنيا. هاخدها وأربع عن حاجة دي. فدي قاعدة عامة أي حاجة في الدنيا. هو ده طريقة. هو دي البروصيس اللي هتحصل. العمليات ليسا توجد على المدخل اللي تطلع في الآخر المخرج. حل فأنا قلت لك خليت المدخل ده في مرة اسمه X. فأقلت لك هنأخد الـ X نربعه. لو قلت نفس المتغير ده هخليه مرة اسمه Y. هنأخده ونربعه. ارسم لي منحنة ده ومنحنة ده. هيبقى هنا. قلت لك دي الـ X. ودي الـ F التي هي عبارة عن X تربيع فتترسم بالشكل ده. جميل. مرة تانية قمت رايح نرسم نفس المنحنة. بس المرة ده Y. ودي الـ F واللي هي عبارة عن ناخد الـ Y ونربعها. فطلع نفس الشكل بالظبط. لا يوجد أي جديد. نفس الشكل بالحرف. لو قلت لك بقى أعمل لي تكامل على الدلتين دول. السؤال. لما يجا كامل ده. انت راجل فهم تكامل ده الوقت. هكامل الـ X سكوير بالنسبة للـ X. أحط حدود إيه؟ تقول لي أعايز المساحتة المنحنة من واحد لثلاثة مثلا. فأنا عايز دي. يعني من أول واحد لثلاثة. يعني أعايز الحتة دي. اللي هي المساحتة دي. ده اللي هيطلع للتكامل. ده بالسؤال. الواحد لثلاثة دول إيه؟ X سات. يبقى حط هنا واحد لثلاثة. طيب السؤال. تعال عمل لي التكامل هنا. هنعمل التكامل. للدل بتاعتي اللي اسمها Y تربيع. من نسبة للـ D وي. ندربها في الشريحة العرض الشريحة. وقلت لك أنا عايز التكامل من أول واحد لثلاثة برضو. واحد لثلاثة. طلعنا فوق. أهو. أستنى. فطلعت المساحة هي دي. السؤال. الواحد والثلاثة هنا دول إيه؟ Yات. دول Y. قيم للـ Y. واحد وثلاثة. في الظاهر الواحد هو الواحد وثلاثة هي الثلاثة. بس دي ثلاثة للـ X. ودي واحد للـ X. قيم للـ X. لأن أنا شغل على منحنة X وشغل مدلة بدللة X. هنا ده واحد للـ Y. ودي ثلاثة كقيمة للـ Y. بدايتي في الـ Y ونهايتي في الـ Y. لأن شغل في منحنة لي علاقة بالـ Y. ودل مربوطة مع الـ Y. فالنتج هيطلع هو هو A. الاتنين دول يسوي بعد بالضبط. كقيمة. كقيمة نهائية. لكن ده يدرس شيء وده شيء ثاني خالص. لكن المهم أن في الأخير يدوني نفس الـ إيه؟ ده يدرس متغير غير ده. لكن في الأخير القيمة الرقمية هي هي. يبقى بنقول لك لو غيرت الدلة. دي بقى اللي نقدر نطلع بها. لو غيرت الدلة اللي هنا. خليتها بنفس الشكل بضبط. لكن رمز مختلف. وغيرت الرمز ده من الـ D. لكنك نقلت المنحنة لمنحنة ثاني خالص. فهديك نفس القيمة الرقمية. لكن أكيدنا غيرت غيرت الموضع الدراسة يعني. فهم الفكرة إيه؟ خليت بدأ ما تدرس الـ X تدرس حاجة اسمها وي. لكن في الأخير أنت بتدرسها بنفس الطريقة بالضبط فيطلع نفس الناتق. قيمته إيه؟ بنقول لنزود على باور واحد. نتحافظ القوانين بقى. بنقسم على باور الجديد عوض بواحد عوض بثلاثة. وهنا تقعيب على الرقم على الباور الجديد عوض بواحد عوض بثلاثة. هتلاقي نفس الناتق لأنك في الأخير بتعوض. يعني هنا ثلاثة تكعيب على الثلاثة نقص واحد تكعيب على الثلاثة. وهنا نفس الكلام ثلاثة تكعيب على الثلاثة. نقص واحد تكعيب على الثلاثة. ايه الجديد يعني؟ ما نفس القيمة بالضبط هي. بس ده بيدرس متغير وده متغير ثاني خالص. ده تعالوا وريك قاعدة بقى صعب جدا كنت تفهمها لو أنت مش فهم اللي قلناه فوق. يعني هتحسن كنت تحافظها بالبلد دي كده. فاكر زمان لما كان بيقولولك المساحة اللي فوق واللي دحت دي موجب ودي بناخدها بالسالة. ليه 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 يعني أنا مش شاهم لي أنا عايزة فهم الحتة دي النهاردة. وعلى المثال اللي قلناه فوق كمان. من غير ما نتعمق أكتر من كده. يعني فيه كلام كتين شاب مش هقوله عشان الوقت. حلو. القاعدة بتقولك لو عندي تكامل من سالب رقم. لموجب نفس الرقم. لدلة معينة. بالنسبة للأكس. مثلا لو هي بالنسبة لو هي دلة في الأكس. فده هيساوي صفر لو كانت الدلة دي أود. يعني أود دلة فردية. يعني ايه فردية؟ هقولك. يعني الاف. وفي سالب اكس. بيساوي سالب الاف وف اكس. يعني اي فاطأين مثال. لو بونا هنا الاف وفي اكس دي. بتساوي اكس فقط. له دلة فردية آه لأنك لو جبت اف وف خمسة هنطلع لك بالكام؟ بخمسة. الآية. في هكس بتطلع ايه لها عشر خمسة. حلو. لو جدنا اف وف سالب خمسة. هنطلع سالب خمسة بردية. يبقى ده بيساوي سالب الرقم ده. Lar sousب خمسة. يعني الدلة دي طلعت رقم بيساوي سالب اللي طلعته الدلة اللي تحت يعني الفكرة آي فادنقول عائزة تدل لفردية. طيب ده معناه يبقى انها متمثلة حوالين نقطة الاصل ونقول الكلام ده زمان او حوالين الارجن ارسم لي شكل الدلة هتلاقي نفسك بترسم حاجة بالمنظر ده هواصلك للفكرة بس بشكل بسيط جدا يعني لو رسمناها ادي line بيمر بنقطة الاصل معنى انه فردي يعني ايه بكلمة فردي يعني متمثل حوالين المراية بتاعته هي دي المراية كل اللي هنا اكد انك قلبته على سيفه وجيبته الناحية التانية فده كده ايه ده مراية حوالين نقطة الاصل حوالين المحور المار بنقطة الاصل دي الف او اكس بتاعتك بالنسبة لل اكس والاكس بتسوي اكس اصلا هو ده ال اكس بتاعي ده ده الكربل دعنا السؤال بقى لو انقلت لك انا عايز المساحة من اول بس ادمر حتة دي معلش انزل معي تحت كده لو انقلت لك تعال كده معلش اتعب تنول لو انقلت لك عندي منحنة بالشكل ده وده نقطة واحد والنقطة النهائية خالص لحد هنا مثلا لحد هنا هو النقطة دي عبارة عن خمسة جميل ده كده بدايته وده نهايته لو قلت لك التكامل من واحد لخمسة لنفس الدلب نفس كل حاجة مش ده هو هو التكامل من واحد مثلا لحد اتنين زائد التكامل من اتنين لحد خمسة منطقي جدا ليه البداية من تحت دايما لان انا لو جدت من اول واحد لاثنين يبقى جدت المساحة دي اهي صح ولو جدت من اول اتنين لحد الخمسة يعني جدت المساحة ده طب ما الاثنين دول مجموعهم بيديك المساحة الكلية اللي هي التكامل من واحد لخمسة يبقى نقدر نقول ان الحدود نقدر نفصلها عادي لتكاملات باي منطقة تحبها الكل يسوي مجموع اجزائه يا جماعة منطقي طيب تعال هنا بقى لو قلت لك ان عايز تكامل زي ما قلنا فوق للدلة اللي هيقفه في اكس دي بالنسبة لل اكس وهي دلة فردية بس من سالب ايه يعني من سالب رقم لموجب نفس الرقم نقول مثلا من اول سالب خمسة لحد هنا اللي هو موجب خمسة هتساوي كم اقول لي سهلة خالص اعملين كده هو تقول لي هنزل وقافل الشكل وجه هنا ومنازل قافل الشكل المساحة المطلوبة هي دي دي من اول سالب خمسة لحد الصفر زائد من اول الصفر لحد الخمسة عندك اعتراض لا مجموعهم هتديك اللي انت عايزه من سالب خمسة لحد الخمسة السؤال بقى ليه بنقول ساعتها ان المساحة اللي فوق المنحنة بموجب والتحت بالسالب اصنعك فهمت من فوق لان دي لو كان ازاحة على سبيل المثال لو كان ازاحة مع الزمن لو ديك هتدل عبارة عن ازاحة مع الزمن فعارف ده معناه ايه في ارض الواقع تعالك انا افترض انك بدأت الحركة من هنا يعني ده دي نقطة البداية بتاعتك ومشيت خمس ثواني بعدها مشيت خمس ثواني كمان تعال نشوفها ايه اللي حصل انت في خمس ثواني الاوانين كانت هتدي بتاعتك بالسالب، عارف ايه ازاحة بسالب؟ يعني اتجاهك موجب و سالب يعني ايه عكس بعض ده اي حاجة موجب و اي حاجة سالب الاتنين بيعملوا ايه سلوك عكس تاني فلو قلت لك انت فى اول خمس ثواني مشيت في الاتجاه الي التحت ده يعني مشيت بالزاحة بالسالب وليكن السالب ده من نسبلنا انك مشيت شمال. ومشيت 10 متر تقريبا. مسلا. 10 متر. فانت وصلت في الاتجاه ده 10 متر. مشيت شمال 10 متر. طيب قلت لك بعدها بعد ما بعد ما مشيت 5 ثواني 10 متر بالسالب يعني شمال. جيت بعد ما وصلت للثانية صفر. مهم يعني بعد 5 ثواني من بدء الحركة. عكست اتجاه حركتك. ومشيت نفس المقدار بالزبط 10 متر برضو في مدة 5 ثواني. عارف ده معنى ايه? انك بعد ما وصلت هنا. ومتدارب عكس اتجاهك بالزبط. ورجع نفس العشرة متر في نفس الخمس ثواني. هترجع لنقطة البداية بتاعتك. عارف ده معنى ايه? ان انا لما اقول لك الازاحة يعبار عن التكامل. والازاحة هنا انت بدأت من نقطة ورجعت لنفس النقطة. فالازاحة زيره. يبقى ساعتها بنقول ايه? انك لم تقطع شيئا لازم التكامل ساعتها يديني صفر. فبنقول ساعتها ان المساحة اللي فوق دي. اعتبرها موجب والتحت سالب عشان مجموعهم يديني صفر. لان هنا انا عملت شيء. وهنا عملت شيء عكسه. ابطل مفعولي اللي عملته فوق. لو كانت ازاحة مثلا. تقول لي بس لا في الازاحة بس لا في كله يا معلم. احنا اتفقنا مع بعض بقى الموضوع كله اصطلاحات. اتفقنا مع بعض اننا هنخليه كده. هنخليه. ان اللي فوق يبقى عكس اللي تحت اشان ما نحب نمثل دلة. بفيها اتجاهات طلعة ونزلة. وإلا ما تعملش حاجة تحت طلال ما هي نفس الاتجاه. فهمت الفكرة ايه؟ يعني لو واحد كان بيقول لي لا انا بتحرك الخامس ثواني الاولين دول برضو بتحرك من نفس الاتجاه عادي. فازاي ساعتها التكامل يديني صفر. مهم مش هنرسمه كده بقى. هنرسمه كده عادي خلص. فهمت الفكرة ايه كننا هنرسمه الفوق عادي. فساعتها مجموع دي. مع مجموع دي الاتفاق بتاعها مع بعض. فدنا يعني حطينا القواعد عامة للاستخدام التكامل. المهم. بقى لو كانت ايفن هيسوي اتنين من صفر الايه او من سليب ايه لصفر. فكرة اكبر انا مش هدف ايه اصلا ده. انا هدف ان فيه حاجة اسمه properties يعني. وصلنا بقى لحاجة مهمة جدا. وهي القاعدة بتاعت النهاردة. قاعدة بتنص على. انا في حاجة ناسيها؟ ما اظن مش فيها. فيش حاجة ناسيها. يبقى definite integral جواه قاعدة اسمها قاعدة الذهبية لحل التكاملات ودي تسمية انا الشخصية. بقى بقى بسميها كده. لكن هي بتسمى ال king property او king property. يعني الخاصية خاصية الملك او الخاصية الملك او الخاصية الجامدة. حاجة كبيرة يا حاجة مهمة. خاصية فعلا بتحل بص ما اقولكش بتحل مسائل يستحيل تحلها بطرق اخرى يعني او هتحلها بصعوبة شديدة. صعوبة بقى لغة يعني. فبتنص على على ال property بتنص على ايه؟ طبعا ما بتطبقش غير في التكامل ال definite. السؤال هل ما قدرش طبقة في ال indefinite؟ لا تقدر في بعض الحالات. لكن مش في كل الحالات. لو تبقطها في ال definite integral تحل لك اي مسألة قابلة للحل بيها. لكن لو تبقطها في ال indefinite في نفس المسألة ممكن ما تعفش تحلها. يعني ممكن مسألة تكون definite تتحل بال king property وهي نفس المسألة لو شلت الحدود ما تعفش تحلها بنفس ال king property هوريك. ممكن وممكن. هنشوف كل حاجة. اللي بتنص على ايه العلاقة دي؟ علاقة سهلة خالص. ومنطقية لو اي حد فيه من اللي قلنا فوق. بتنص على ان التكامل من اول ال a لحد b مثلا لدلة معينة اسمها f بالنسبة لل x. ده بيساوي نفس التكامل من نفس الحدود a و b. بس مرادة هنغير في الدلة هنعملها شفتنج. نخليها a زائد b نقص x. دي اكس برضو. حملنا shift في الدلة من جوه بس مش اكتر. خلينا الدلة. ال input اختلف بدل ما بندخلها اكس بنا ندخلها a زائد b نقص x. من a و b الحدود. جمعنا الحدود وطرحنا منهم ال x. النتج اللي سيطلع ده فقطه قدام الدلة وخلي الدلة فانكشن فيه في القيمة دي. ساعتها التكامل هيبه هو هو. الاسبات بتاعها ليه عدة طرق. اول اسبات ان انت تكون فاهم طرق بقى التكامل. فتمسك التكامل ده. وحاول توصله ده. ونسبتنه ما بيساوي بعض. فنعمل ايه هنا. لما بنلاقي لعبكة جوه كده. نفرضها بقيمة. فنقدر اقول تعال كده تحت بقى انت فوت فاهم اساليب تكامل انا مش جايبك انا ونتبادئ من الصفر انا اخد القيمة دي كلها. انا نفترض انا عرفنا القاعدة وعزين نثبتها. خد ده كله. اقول انه بساوي مسلا. ساعتها بنقول اشتق الطرفين. دي سببت كلها. يبقى سالب دي اكس. بساوي دي واي. والحدود اوعى تنساها. لازم تغير الحدود تخليها بذلالة الويات. احنا الحدود الاي و بي دول كانوا اكسات. عايزين نشوف الوي هتقب كام بقى. الوي هتقب كام لما الاس كان باي تحت. حط هنا ايه. هيبقى ايه تروح مع ناقص ايه تفضلك بي. يعني اللور لمت كان ايه بي. الحد الاعلى كانت الاس في بي. هي فوق بي. حط البي تحت. مكان الاس. هيدي لك بي ناقص بي تروح. يتفضلك ان الوي بي اسعتها. اكتب بقى التكامل. التكامل هيبقى. ده بي ايه. خلي بالك. التكامل اللي هيطلت حالا ده. بيساوي التكامل اللي احنا بدأنا به. اللي هو ده. اللي احنا عمليم فيه التعويض اصلا. لما بنعمل تعويض او بنغيرش في كلمة التكامل. ما هو اسمه تعويض ليه. بيسهل بس بيغير شكله. لكن الناتج واحد. فنقدر قون ان الشكل ده على بعضه كده هو. بيساوي. اكتب بقى الشكل بدلالة الوي. من بي الا. اهو الحد الاسفل للأعلى. الدلة بقى اف اوف. ال ا زائد بي نقص اكس دي كلها شلنا وحطينا وحطينا واي. والدي اكس شلنا وحط دي واي بالسالب. لان فيه سالب جنب بي. يبقى دي واي. والسالب يقلب لك الحدود. يخلي لك الا تحت والبي فوق. السالب يقدر يقلب الحلود. دي خاصية برضو من خاصة اللي احنا ما قلناها شفو. بس اظنك لو رجعت بالله احنا قلناها تفهمها بسولة قوي. تلاقي كل حاجة منطقية يعني. يبقى نقدر نقول لي بقى خلي بالك. وانا قلنا قاعدة من ضمن القواعد اللي قلناها فوق. ان التكامل لو دل في الواي مع دي في الواي. مع حدود ويات. نقدر نغير الى اي اسم اخر. لان نقدر ننقل الشبكة في اي مكان تاني. هيفضل نفس القيمة برضه. نقدر اخلي دي اكس د. ولا اي حاجة. ولا حد لاندي حاجة اصلا ده برحتي. ممكن خليها اخليها احمدات. اظنك فهمت من اللي قلناها فوق يعني. فنقدر نقول ساعتها ان التكامل ده بيساوي التكامل ده وهي دي البرابرتي اصلا. اي دي اللي احنا قلنا فوق. هي دي اللي احاول نثبته. شفت منطقية جدا ازاي. واحد يقول لي حلوة بس شوية حاجات رياضية كده. انا عايز اتأكد على الارض الواقع. مش دي مساحات اقول لك اه. تعال وريك المساحات هاي اللي هيحصل. هم نخافش يا ابا. بسم الله رحمة 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 يا الله. ارسم لي يا ابني دي اكس. وفرضها بأي شكل. وليكن دي الف وف اكس. المراجعة كلها بتكتب الشكل اللي هعمله دهاتي عشان ايه. يعني ألطف. منعملك مثلا ايه. نقول لك دي نقطة ايه. ونقطة بيه. ونقول لك الدلة بتاعتك اللي هي الف وف اكس دي نفسها. عبارة عن حاجة بالمنظر ده مثلا. نقول لنسميها ايه. حاجة كده مثلا. حل? شكلها حلو. دايما في الكتب كده. المساحة تحت المنحنة. تراجل دهاتي بقيت طريقتها حلوة. مهم. المساحة تحت المنحنة دي عبارة عن ايه? تكامل. نعملوا نعملوا برا كده. ده عبارة عن تكامل للف وف اكس دي اكس. من اول الا لحد البي. هي دي المساحة اللي احنا عمليناها دلوقتي حاليا للمساحة دي. جميل. طيب. هناعمل حركة سهلة اوي. قل لي كده إلا هيحصل. لو انا حبيت. لو انا عندي اف وف اكس. وعايز ارسم دي طرق رسم بقى. طرق جرافينج. وعايز ارسم اف اف سالب اكس. ناخد نفس الاكس. عايزين نخليها بالسالب ونرسم نفس الدلة. يعني بدلا ما الدلة دي كان بيخش لها واحد. يطلع واحد. انا عايز اخليه خش لها. بص بقى ركز. انا عندي اف اف اكس مثلا. بتساوي اكس. اي دلة. جميل. انا عايز اجيب اف اف سالب اكس. عارف ده معناها ايه? هتشير كل اكس وحط سالب اكس. ده معناها. يبقى سالب اكس برضه. ده شكلها. ايه لا يحصل بقى. اللي فوق دي كان رسمته كده. كان رسمة الخط المستقيم ده كده. ده بقى اللي فاهمين زي بيرسمه الدوالية. لكن ده هيبقى سالب اكس. هيبقى الخط عامل كده. بدل الميل بقى كان مجاب واحد. بقى سالب واحد. يعني بدل ما كان عامل زوية 45 بقى عامل 135. اتقلب. حصل لهم حاجة سمه ميرورينج. اكينك عملت يحور كده في النص. السالب ده اكينك عملت خط في النص. وعملت مراجة. هتشوف ايه? هتقلب كل حاجة الناحة التانية. وهتقلب ده الناحة التانية. تقلب كل داير ما يدور. فما اللي يحصل? اللي فوق ده هيجي هنا. هي اهو. والتحت جي الناحة التانية بقى اهو. ايدي طريقة الرسم. لما تحبق عندك دلة وعايز ترسم. تغير الرمز اللي جوه. تغير اشارته. اكينك غيرت اشارة كل عنصر من ده موجود في الدلة. اكينك عملت ميرورينج حوالي الواي اكسز. السالب يعمل ميرورينج حوالي الواي اكسز. هو منطق جدا. تعاني نتأكد. لما امسح ده كله كده. نكتب الاثنين ونشوف هوا صحة ولا غلط. يا عم بقولك ايه امسح. اهو. عندي. ادي المنحنة الاول. كل حاجة نتأكد ان احنا ما حدش بيجري ورانا. وهذه المنحنة التانية. قلنا ان الليين هيطلع في اول مرة. اهو. الليين هيطلع بالشكل ده. وهنا يطلع مقلوب حوالي الواي اكسز. تعاني تأكد ان الكلام ده صح. فوق. لما كنا واحد. بقينا ايه. كنا واحد. اتنين. لان الرقم بيطلع زي ما هو بالضبط. طيب تحت بقى. طيب ده كلام جميل. تعال بقى اقول لك حاجة حلو قوي. مش رحب نرسم على الاكس هنا. تعال في الدلة التانية. مش رحب نرسم هنا الاكس. دي الاكس. صح. لما الاكس بواحد. ابنتك طلع بكام. ننزل كام تحت. ولنطلع كام فوق. تعالي اتأكد. لما الاكس بواحد. خلي بالك. حط هنا الاكس بواحد. حطناها. اطلع الناحط تانية كاما. سالب واحد. اجد التي تطرب في سالب اه يبقى ننزل تحت. تلاقي نفسك عند السالب واحد. يبقى لما الاكس بواحد انت هتتطلع بسالب واحد. طب لما الاكس باتنين. انت كتصل بسالب اثنين. سالب اثنين. ده معلاء انت ألبت المنحنة كله التحت لأن كل الضرف سلب كل اللي كان يطلع فوق بالموجب خلانا يطلع بالسلب تحت. فعشكيا قلنا ان احنا عملنا ميرورينج. لكننا عملنا اسمها ايه? مرايا وقلبنا الشكل. على فكرة لو قلبته على الواي هيتقلب. لو قلبته على الاكس هيتقلب برضه. لكننا كده جبت له تحت جده وانت طلعتها الفوق. انت عملت حرفين بقى لو انت عايز تقول لي. ازاي قلبنا على الواي وعلى الاكس ما هو الاثنين. دي ولا دي ولا دي. انت عملت ايه? انت عملت دوران. دوران ازاي? بصد كده. لكنني مسكت. اعملت محور دوران وليكن الواي. ودسم لك حوالي ورقة كده. ايه. عايز اوضح لك بابسط شكل. ورقة دي عامل كده. استنى. خليها ثمانية جميل. ايه. الورقة دي عامل كده. لو انا قلتلك اعمل لها دوران. دورها حوالي المحور بالشكل ده. عارفة شكلها عامل كده؟ اللخدر هايجي هنا. مكان اللخدر يروح مكان اللخدر. فيبقى الشكل النهائي مقلوب. دولة دي مكان دي مكان ده. هايبقى الشكل النهائي كده. عندي. عنا فى النص. والله كان هنا جنحة تانية. هيبقى هنا. والله كان هنا. رجع الناحة دي. هنا انت عملت دوران. او ندروا لك عملت مراية. قلبت الهنه هنا. ده اللي بيحصل لما تكون الدلة. اف اف او اكس. اطلع للمسألة اللي فوق خالص. وهاتها وانزل معي. اخده كله كده هو. عشان محتاجينه تحت. انزل. خلاص. دي الف وف اكس صح. انا عايز الف وف سالب اكس ترسمها لي جنبها بالضبط. هيبقى ايه الشكل بتاعها؟ هيبقى الشكل كده. اخدها لنا عملها تحت تاني. ارسمي الف وف سالب اكس. دي الف وف اكس. لما ارسم الف وف سالب اكس عارف يعني عملت ايه؟ يعني قمت مدور دي كلها. عملت لها فليبنج. عملت لها دوران. ميرورنج. هتبقى شكلها عامل ازاي؟ هتبقى شكلها كده. استنى. بدل ما هي كتطلعة كده. هتبقى حاجة عاملة بالمنظر ده. قلبت كل حاجة صح؟ السؤال. المساحة دي. اكبر. ولا المساحة دي. اكبر. احتاجة الف وف اي كيو. يعني حرفين. ثلاثة من عشرة اي كيو. الاتنين دي اكبر ولا دي اكبر. الاتنين قد بعض. هي نفس الورقة. يعني السؤال. الورقتين دول ما قلبتهم. مساحتهم اختلفة؟ لا ايبني. انت قلبتهم بس. انت عملت شقلبة. فهيفضل نفس المساحة. لو دي قطعة من الورقة. كانت شكلها عامل كده. ومتماسكها ومدورها. المساحة بقت كام. هي هي. نفس الورقة. فهيفهم الفكرة ايه؟ يبقى نقدر نقول. بما ان دي الف وف سالب اكس. سالب اكس. ويبقى التكامل ساعتها اللي هو المساحة تحت الملحنة. عبارة عن تكامل الف وف سالب اكس. مع الدي اكس. من اول ايه لحد بي. واللي فوق هو التكامل. متاع الف وف اكس فقط. مع الدي اكس من اول ايه لحد بي برضو. والاتنين تلعب نفس المساحة. ان انا مجرد عملت دوران. ليس الا. لكنني ضربت في سالب. انت بقى لما يمع المساحة المتقدم. هو لك كجملة. وهتفهم على طول. احنا وصلنا لده خلاص. يبقى نده نقول ان المساحة ساعتها سابتة. يبقى ال ايه لبي. للدلة. بتساوي. نفس التكامل من نفس الحدود. لنفس الدلة. بس هنقرب للتاع اللي جوه. دي اكس فقط. فاهم الفكرة ايه. يبقى نده دي قاعدة حلوة جدا. لو قلبت المساحة. لو الف وف اكس. الدلة بتاعتك الف وف اكس. وخليتها الف وف سالب اكس. انت عملت لها دوران ليس الا. حلو. الكلام ده صح جدا. بس نقصه حاجة مهمة اوي. الكلام ده يعني صح. نقصه تركة بسيطة جدا. يعني العلاقة دي مش مزبوطة لسه. فضلها حاجة نعدلها. ويبقى خلصة. الحاجة اللي نعدلها ايه. عشان انا سجلت حتة طويلة اوي. بعدين لقيت ان لقى الشرح اتعقد. يعني على الفاضي. فممكن نبسطولك اكتر. انت حط المجموعة الاثنين دولة على بعض. هنا هو. او ايه زيط اللي بيت حطها في المكان ده. ليه. لان احنا قلناها فوق ده صح جدا. بس نقصه تركة بسيطة اوي. كنت تاخد بلك منها. هل دي رسمة الف فقط. لا. رسمة الف فاكس. خلينا نزل تحت كده. لو انا قلت لك بسيطة منحانة كبيرة كده جميل. لازم تركز. انت قلت لي. الدلة او. انت غيرت الابط. بس الانبط نفسه هيختلفه كمان. تعال وليك ازاي. لو انا قلت لك ادي الدلة بتاعتي. وليكن اسمها. الف الف اكس التي كنا ناسمينها لفوق. كتعاملة كده صح. هذا. كانت عاملة كده. بدأ من الا ا لحد البي. صح. لما قلت لك هاتلي. هذا الف الف اكس. يعني عندي الا اكس باي. ليه قيمة معينة. عند الاكس بحطة فوق الا. وليه قيمة تانية. عند البي ليه قيمة معينة عند البي. السؤال بقى. لو انا اضبت الف فالب اكس. الف فالب اكس. جميل. سأضع مكان X حاجة بحيث تديني نفس ارتفاع F اللي هو الحتة دي سأضع سالب A لو حطيت مكان X سالب A سيبقى سالب A في السالب سيديك A نفس ارتفاع A يعني لما X تكون بسالب A سأضع سالب A هنا مثلا دي لو الحتة مقدرها 2 سأضعها بالزلط ولكن في ناحة تانية اسمها سالب 2 فعند السالب A لما تضع هنا X بسالب A ف سالب A سيديك F سالب A يعني F سأضع نفس الارتفاع بالزلط اهو حط النقطة اللي وراها دي بحطها ناحة تانية بالزلط ستديك سالب سالب سأضعك نفس الارتفاع يبقى لا نفسك أعمال تطلع نفس الحتت نفس الحتت هتد blanc و يعني لا نفسك أعمال تتض vra Be كما تتشالب لا تتألي Couldn just كما تتشالب ناحة التانية عند السوالب نرسم R وiere�� فتشراء لانها مجابة لكن متقع F يحمر كل Book اضعها سلب X. سيحتاج اضع الرقم بالسالب عشان يذهب مع السالب. فأديني نفس القيم التي تدلعها. لكن الناحة الثانية. عشان يبقى الانبوت نفسه اختلف. يبقى السالب يذهب مع السالب. فتلاقي الشكل بقى دي الف و سالب ايه. تديني نفسها بالضغط. وهكذا هلوم جرعا لحد ما تلاقي الشكل يتلع بالشكل. عملنا لها ميرورنج. قلبناها حوالين المحور. عملنا لها فليبنج. شكلبناها حوالين محور الواي. وراحة الناحة الثانية كمان. دي بدايتها سالب ايه. وهنا لحد سالب بي. واخد بالك ايه اللي حصل كل حاجة تشكلبت. عشان لو معه بالف و سالب ايه. تديني ف و سالب سالب ايه. دي اسمها دلة. ايه. ف و سالب اكس. يبقى لو بنضرب في سالب بنعمل ميرورنج. كان ده قلب فيه في الرسم يعني. كان ده بقى لنا زمن ما شرحناهوش. حط هنا سالب مكان ال اكس حط سالب ايه. سالب مع السالب ايه يديك مجاب ايه ف اوف مجاب ايه. يبقى لراتفاع ده. قد ال اف بتاع الارتفاع لعند ايه بالزبط. وبعد هنا يؤدي ان يكون هذا بالزبط. سوف نزيد هنا. وهنا سوف نزيد يمكنه بالذائل بل بaktion. لان الرقم السالب يزيد في الاتجاه ده لكن الرقم الموجب يزيد في الارتجاه ده. يزيد كقيمة كvalue يعني فهم فكرة ايه فقط كده فعلشان كده قلنا ان ايه ده شكل الف الف سليب اكس المهم بقى الف الف سليب اكس دي انا بسألك سؤال طيب لو انا جيت سألتك المساحة تحت المنحنة بتاع الف الف سليب اكس والمساحة تحت المنحنة تحت الف الف اكس ايه علاقته من بعض ايه اتنين بيساوا بعض لان ديموا نفس الورقة بالزبط بس قلتها الناحة التانية ليس الا نفس الورقة بس السؤال بقى تعال اقولك معلومة احسن مش بس اقدي بعض هم هنا اقدي بعض عارف ليه عشان الاتنين دول دالة ايفن دالة زوجية اللي موجود هنا يعني اقدي الموجود هنا بس مفتوحة زي الاكس تربيئة كده يا فهم في شكل ليه هنا وشكل ليه هنا هو بيكونوا الاتنين ايه موجودين حوالين الواي اكسس فبنسميها دالة ايفن فبيكون الدلت الف الف اكس قد الف الف سليب اكس نقولك بتاكل السالب المهم فانا ممكن اعمل حاجة حلو قوي بدل ما اخليها كده انا اعملت صياعة لان انت لو ضربت كل اكس في السالب ده مش هساعدك في التكامل خالص يعني لو خليت الف الف اكس اللي عندك تبقى الف الف سالب اكس بعدين جيت تعمل نفس التكامل تلاقي ما فيش اي انجاز حصل ايه الانجاز بقى اللي بيحصل واللي احنا هعرفك ايه لازميته كمان شوية بالتفكير اللي عمله بس اشان ما نطولش انك تعمل ده شفتنج تبدأ تشفته لحد ما تجيبه فوق ده بالظبط ليه لانت لو جيت تعمل التكامل التكامل كان بيقول لك حدودي من ايه البي الدلة دي وانا مش عارف اشتغل مع الدلة دي شكلها صعب فقمت جايب حدوط خليتها اف اف سالب اكس فاختلفت كل اكس وبقت حمكانها سالب اكس جميل شلنا كل اكس وحطنا سالب اكس حل فبقت اف اف سالب اكس بس الحدود بقت من سالب ايه هي بقت من سالب ايه سالب بي الحدود مش اللي انا عايزها اصلا فاضطرين ان احنا نخلي التكامل يبقى عند نفس الحدود اللي احنا محتاجينها فالدلة بتاعتي انا عايز اشتغل لما يكون مدخل كيلو رز للتلاتة كيلو رز اللي يوديني لحدود اخرى فانا عايز انقل ده كده هو بالظبط اجيبه هنا بحس يبقى عند نفس الحدود فنعمل ايه في الدلة عشان ترجع على نفس المكان نعمل شفت فيها برضو ازاي بقى لو انا قلت لك بدل الاف في سالب اكس دي خلي الاف في سالب اكس دي اهي ضيف عليها ايه زائد بي اجمع إجمع عليها القيمتين دول اللي هي الاسم وال الاسم مع بعضهم ليه او بي عشان اخلي ده يتصفر ودههه يتصفر ما هي الحسن طبع لا الشوف احزت features لما اقول لك الدلة اللي عندي دلوقتي انا عايز ارسمها فهرسمها عند عند العيز ارسمها عند النقطة دي عند المنطقة الجديدة التي انا عايز اروح لها لما ال ax تكون بايه حط هنا الasباي dB هتلاقي السالب ايه راحت مع ال a تفضال لك O هتلاقي هنا هوا عندما الاكس تكون بايه هتلاقي حط لك قيمة اللي هي النقطة اللي فوق. والي وراها هتلاقي عملت اللي تقل هتلاقي الشكل ده بالظبط لما عملنا له شفت زودنا عليه قيمة. الشفت بيحرك الدلة كده. بنفس شكلها ما بيقلبهاش. السالب يقلبها يعملها مراية. لكن الجامعة والطرح على الدلة بيحركها. الجامعة ده هي خليها تتحرك في الاتجاه ده. تتحرك ازاي هتلاقي النقطة دي جات هنا هوا والنقطة دي هتيجي تنطبق هناك هنا هوا فين. هي عند اقل نقطة خالص هناك. لان لما تعود بالاكس بي هتحط هنا مكان الاكس بي بسالب بي هتروح مع البي تفضلك اف اف ايه. تفضلك الارتفاع بتاع ايه اللي هو ده بالظبط. لكنك نقلت كل الدلة بشكلها عامل ازاي بشكلها عامل كده. كل ده اتحرك وبقى عامل كده وما موجود هناك بالظبط. كده احنا حرقناها بقى اسمها بقى ايه بقى اسمها اف اوف سالب اكس مجموعة عليها ايه زائد البي كل ده على بعضه. فاهم الفكرة ايه? ده شكل الدلة لما تنقلت عند الحدود اللي احنا عايزين نشتغل عندها. كده انت خلصت. نبدأ ان ننزل تحت بقى او من غير ما ننزل حتى تحت. كده الدلة بتاعتي ايه. مش عارف اشتغل مع شكلها. شكلها صعب. بس لو خالتها اف اوف سالب اكس مجموعة عليها ايه زائد بي هتبقى مقلوبة. وفي نفس الحدود. ومتشفتها كمان بالاي زائد بي دي. ويبقى نفس القطعة الورقة. فالمساحة برضو هتبقى متساوية. يبقى نده نقول بقى ايه? عشان بس الحدود تبقى ايه هي. فده هدف كله من التحريك. ان الحدود تبقى ايه هي. ان التكامل من البي على دلة معينة اسمها اف اوف اكس بالنسبة للدي اكس. هو نفس التكامل للدلة دي لو ايه? لو سلبناها. بعدين حرقناها عشان تبقى عند نفس الحدود. يبقى جمعنا عليها ايه زائد بي ده التحريك. ودردناها في دي اكس. ونفس الحدود. هاي دي اللي الدال مهم من نفس الحدود. عشان ما تقلب ليك ما تغيرلش التكامل. يعني اطالب منك حاجة تروح تجيب لي حاجة تانية خالص. انا عايز الحدود يتبقى ايه وبي برضو. فقمت طالب الحاجة الدلة في سالب. بعدين جمعت عليها قيمة عشان ايه? سالب عشان اقلبها. واجمعت القيمة عشان حركها لقدام. طب ايه اللي طالع معي? تقول لي ليه سالب. ما كنا نجمع. هتجمع. لو جمعت عدلة رقم هتحركها كده. استفدنا منك ايه احنا? هتنقها هتغير الحدود. احنا سلبناها عشان نوديها هناك. بعدين جمعنا عليها الرقم عشان ترجع هنا تاني. ايه اللي استفدنا بقى? لان ان عملية الجمع اللي عملناها دي عدلة. انك تخلي الاكس تبقى رقم ناقص الاكس. ده بيساعدك في كمية تكاملات رهيبة. بنظر نكتب القاعدة بالشكل الاتي. يبقى تكامل البي للاف اكس دي اكس. دلا مش عارفين نعملها تكامل. نقدر نعملين الحركة دي. ناخد الدلا. ناخد الدلا دي. بدل ما تقول ناقص اكس زائد ا زائد بي. خلي الا زائد بي في الاول. ناقص اكس. صباح الفل هي هي. صح كده هو. دي اكس. ونفس ايه? نفس البي بالزبط. نفس كل حاجة. بس هناخد مجموعة القيمتين اللي في الليمتس. اللي هي الا والبي نكمعهم. ونطرح منهم الاكس. ونخلي الدلا في في الشكل ده. ساعتها التكامل ده يساوي التكامل ده بالزبط. وده هتقى نفسك قادر تحله. تقولي انا احس كلامك اثباته جميل. بس هنطبقه ازاي ده. يعني عملوها ازاي وفكروا. لانا ان مسائل كتيرة جدا متحل بالشكل ده. تعال اقول له. ومسائل صعبة جدا تحلها غير كده. ابسط حاجة. وده مسألة ان نعرف نحلها بطروق كتيرة بس هوريك. ادي احطوطها الهدف التكامل ده. مهم طبعا الحل المقلوف تروح بقى لدبل الانجل. وانا عارفك بتكره الحوار ده. وتقعد تجيبها بدلالة كوزين اتنين اكس. صداع صح؟ طب ما اقول لها حاجة حلوة قوي. الصين سكوير مش احنا لدينا علاقة معها حلوة. ان الصين سكوير بتاعت اي دلة. زي كوزين سكوير لنفس الدلة. بس احد. انا هجيبها دلوقتي حالا. انا هجيبها تخليها بتعملها نفس التغيير. وتغير الحدوب بنفس الطريقة. الناتج بيبقى هو هو نفس القيمة. التكامل لما تعمل تعويض ما بيختلفش. يبدأ نقول ان في اي تانية. ممكن نعمل بتعويض فيها حلوة قوي. نقول ايه بقى. شيل كل اكس. وحط مكانها اي زائد بي ناقص اكس. مين الا والبي هنا. الصفر والبي على اثنين. مجموعهم على بعض بي على اثنين برض. ناقص اكس. كده اكني خليت بدل ما هي فانكشن في الاكس. هتققى فانكشن في الايه. في الشيء ده. يعني عملت الموضوع التكامل اللي قلنا عليه. طيب اكني بنعمل صبستيوشن عادي خالص. انسى بقى كل اللي قلنا فيه. اعمل صبستيوشن. هتعمل لي ايه. هتقول لي نفرد. اني مثلا. البي على اثنين نقص اكس دي كلها. نفردها باي مسلا. اي حاجة. يعني ايه اللي انا عملته. ولا تدهيق نفسك. انا عارفك. احتاج الحاجة كما زي بابنخدها دايما. فانكتبها لك بالشكل المألوف. هقول لك المسألة هنا. شيل كل اكس. وحطها باي. باي على اثنين نقص وي. سهلة. انجرد تعويض. سهل خالص. تعويض سهل خالص. اعملنا تعويض. اكلمنا مسألة تعويض. اشتقي الطرفين. هيبه هنا سالب دي واي. الحدود هتبقى ايه. الواي. لما الاكس كانت بصفر. حط هنا صفر. حط ما كان الاكس صفر هيبقى الواي بكم. الواي على اثنين. لما الواي كانت بباي على اثنين ده الحد الاعلى. هيبقى الواي بكم? هيبقى الواي بصفر. حط المقلوبة. هيبقى التكامل السجديد بتاع الواي. او وان طالما عملت التعويض. بقى هذا نفسك التكامل القديم كقيمة. هيساوي. التكامل بالواي. مايييب بذ Loch mд والتنين تحت? للصفر فوق. تضلل دلالة والواي اسمها? بدل صين سكوير اكس. هتبقى صين سين سكوير الهيسة دي كلها. شيل كل اكس وحط اللي انت جبته. سين سكوير بس الفونكشن بقيت باقي. ممكن نكتبها كده هون. السين الاول باقي على اثنين. ناقص واي. الكل ده سكوير. السين هي اللي متربعة. والدي اكس اللي برا نتساله وتحط ايه؟ سالب دي واي. الدي واي تلكتب والسالب يقلبك الحدود. خليها بدل ما هي من. يبقى من صفر لها. بس كده. طيب. ايه اللي انا وصلت له. سين. تعال بقى راجع لك شوية معلومات قديمة. نرصها وبعدين نرجع نكمل. اخد عندك الآتي. سين. اولا عندنا اربعة اربعة. للزوايا. في الربع الاول. الكلام ده قديم. سين. تان. كوزين. كان يقولها استك. استك. او كل جبار ظالم كتداهية. يعني كل الدوال اللي الموجودة هنا بتقم وجبة. هنا السين فقط اللي بتقم وجبة. هنا التان فقط اللي بتقم وجبة. هنا كوزين فقط اللي بتقم وجبة. يعني ايه الكلام ده؟ تعال اقول لك. طب. طب. لماذا أبما نكمل بس. هو الرابع الاول ده بنكتبه ازاي. بنعرفه ازاي. اني عندي. تسعين. اللي يبقى على اثنين ناقص زاوية. تسعين هي. اطرح منها زاوية هتبقى في مكان ما هنا. يبقى انت في رابع الاول. طب. لو قلت لك الزاوية بتاعتي شكلها. تسعين. بس زائد عليها زاوية. يبقى هذا التسعين. مزود عليها زاوية يعني موجود في حتة هنا. دائما الزاوية دي. نفترض انها أقل من تسعين. زاوية رقم تلاتين عشر 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 زاوية رابع التاله موجود في المتصنة. تسعين زاوية درجة حاجة. 1 ت listen to the same-"90". يعني رابعة الاولية تسعين ناقص حاجه. وخصصك بالطبفاء رابعة التاله. %80. اخifying 1980 مع الحسي حيث عن منطلت الشفاء. المتصنة الملجم guys without عبارة عن الصفر الذي بدأنا به، ونحن لحد نوعه. هذا عبارة عن 270. واجمع لها رقم. يمكن أن نقولها 270 لها كم؟ 270. نقسم فوقه تحت على أي رقم تحب. ما هو يخرج في الآخر؟ نقسم على 10. نقسم 27 على 18. نقسم على 3 فوقه تحت. لو قمت على 3 فوق وقم 9. ثم نقسم على 3 ثاني. ثم يقسم 3 على 2. 3 على 2. نقول لك 3 على 2. نقسم ثاني. ثاني. هذا المنطين وسبعين. اجمع لها ثاني. فوقه في الرابع الرابع. يمكن أن نكتب الرابع الرابع في طرق كثيرة جدا. المهم. يمكن أن نكتبه أنني كنت هنا. عبارة عن ما؟ لفيت من الصفر 360 درجة. ثم نعود حتة أخرى. فنكتبه أنه عبارة عن 2 باي. نقسم ثاني. 360 نقسم ثاني. كل طرق تؤدي لنفس النتيجة. هذا اسم الإرباع. ده طريقة كتابة الزاوية في أي ربع من الأربعة الدول ممكن نكتبه في أي طريقة تعال بقى وريك حاجة تحت لو قلتلك دي قواعي بعد ما تكون عارفها التسعين ناقص أو التسعين عموما بتغير الدلة صين تسعين ناقص سيد ده في الربع الأول وكوزين تسعين ناقص سيد وتان تسعين ناقص سيد دلة هيجي لك كتير يعني كل واحدة فيهم بتسوي إيه الربع الأول كله موجد فكلهم هيتنزل موجد صح؟ والتسعين ناقص حاجة أو تسعين عموما لما تظهر في الزاوية دل تتغير فالصين هتبقى كوزين السيتا اللي هنا وهنا الكوزين هتبقى صين السيتا اللي هنا والثاني هتقلب اللي أختها اللي هي كوتان الزاوية اللي هنا بس دي علاقة مهمة جدا تقدر تعرف بها كيف تشفت الأنجل قال لي الأنجل متشفتها وعرفنا العلاقة بينهم ازاي يبقى التسعين بتتهته قال لي مش هتبقى هتخلي الجا جاه تلا أو بتخلي صين كوزين والكوزين صين والتان كوزين 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 جري لو ما تعرفzu هذا احاوية 180 ناقص 180 ناقص الله تلك الربع التاني losses طب الربع التاني مين BUT الان والذي بقى كله سالع هل ال180 تغير الدلة؟ لا لا تغيرها تنزل سين كما هي سيدة وهنا تنزل كوزين كما هي سيدة وهنا تنزل تان كما هي سيدة فهمهم وحافظهم ممكن أن نغوز في بحار الكيرفس وننخلص في عدد دلت ساعات كيفية عليك كده؟ ارجع هنا اين مسألة؟ اه السين تسعين نقص واي مش دي هي كوزين واي اه وتربيع حط التربيع الدي واي تنزل التكامل من صفر لباية على اثنين ده كده الاي بتاعتنا طب السؤال مش ان اقدر اخلي الفاريابل ده بدل اي اخلي اكس فانا بقى خلاص قلناها كتير دي اخلي اي فاريابل في الدنيا اي فاريابل اخر ما هو نفس التكامل يطعب نفس القيمة طيب مش ده الاي بتاعتي اصلا صح والاي الاوانية اصلا في اصل المسألة كانت بالتكامل ده طيب انا وصلت ان التكامل ده هو نفسه برضو بيساوي من صفر الباية على اثنين كوزين سكوير واي اكس بقى المرة دي خليها اكس دي اكس طب انا اقدر اقولك حاجة حلوة التكامل ده والتكامل ده اعرفت ان هما بيساوي بعض الاثنين لان انا عملت تعويضة في ده طلعت لي ده طالما عملت تعويضة بقى النتج يطلع ايه يبضل هو هو التكامل لم يختلف التعويض لا يؤثر في قيمة التكامل طب انا ده اقولك بجامع التكاملين على بعض ليه ده بقى اللي رسمته في نخي قبل ما نعمل المسألة هيا دي حل المشكلات استباقي الاحداث عشان لان مجمع التكاملين نفس الحدود نفس الاي اللي برا ساتجمع له قاما التكامل فيطلع النتج ايه من ايه به بجامع التكاملين هقول انы ايه ايه نقل اطرح الحداء من بعض بقى الاثنين بعي على 2 Für ثانيةynية ستنة طبعاً ما يمكنني الع deafقاء في التحامل بالتفصيل لا تكون في دي كاملos يبقى الاي الواحدة نضع على دي كامل 4 اي مين الاي الاي الوحدة ديته التكامل هاتو أيه الواحدة يعني ذلك يعني في ثانية واحدة بمخة هذا أحصل على فتكامل킨ان سين السكوير وتكامل كوزين سكوير من صفر بعي على 2 بيقع كامل الاتنين بيقع أكب وماضي بيقع على 4 لهذا عينة صارح كنعمل كل تفاصيل في المتحان عندها في مخي عملها في ثانية. عملناها بالكينج بروبرتي. تعويضة سهلة. أنك تشيل الفاريابل بتاعك وتضعه بشيء. تغير شكل الدلة بحيث أنك تقدر تعمل عليها عملية مع التكامل الأصلي. تسهل بها الحل. أفهم الفكرة إيه؟ التكامل القاعدة اللي قلناها في فوق حلوة. لكن سهل بنصدمك كده. أنا أصدمها إزاي؟ بتعويض عادي خالص. مجرد نعمل التعويض. تعال أدي أول نوع من المسألة. أدي أول مسألة. تعال وليك تطبيق جديد. نطبق فيه القاعدة بسهولة. وده شبه مستحيل تعمله من غير ما إيه؟ ما تستخدم القاعدة دي. لو قلت لك تكامل من صفر البعي على الأثنين. بصبق بسرعة إزاي. جزر صين. على جزر. أقول لك إيه؟ ما خليها جزر. أشان أعقدك يعني. خليها صعبة شوية. على جزر صين. زائد جزر. كوزين. دي اكس. ترى في تحل التكامل ده حل طبيعي. هتقعد بقى تدرب بسطو مقام في المرافق. وتقعد ثلاث سنين عبير ما توصل لحل. إبقى قابلني. لكن إيه الحل السهل خالص. دائما للحلود كينج بروبرتي بنفتكرة دائما لما نقي دوالة المثلسية. وبتقول لها حالات بتحلها في غير دوالة المثلسية طبعا. بس الدوالة المثلسية الأشهر. لما تلاقي ده أن الرسمة معقدة جدا. أو قصد التكامل معقد جدا. أعرف إن فيه كينج بروبرتي في موضوع. فيه القاعدة الذهبية. وخاصةً لو عندك حدود طبعا. حلو هنعمل إيه؟ هنقول كل إكس. أنا أبمن حل. في المغيز سبقت الأحداث وقلت إيه؟ هشيل كل إكس. وحط بواي على الاتنين نقص إيه؟ نقص فاريا والتاني اسمه وواي مثلا. فده تبقى كوزين وده تقلب صين. ده تقلب كوزين وده تقلب صين. إذا ده المقام هو هو. يبقى هجمع التكاملين على بعض. هلأ إن اللي فوق جزر صين مع اللي جدته جديد جزر كوزين هتلاعلي نفس اللي في المقام. يروح مع بعض تفضلي جاء تكامل واحد. آه بس كده خلصتها. لمكن أعملها في ثانية فوقها على فكرة. بس كده. وما إيه لك بفرض بسم الله الرحمن الرحيم. شيل الإكس وخليها فاريبو الجديد. بس يبقى تسعين ناقص عشان نقلب بيد دولة دي كلها. نخليها تسعين ناقص واي. مثلا. يبقى ديكس تساوي سالب دي. يبقى الحدود. لما تبقى واي هتبقى. لو إيكس بصفر. سيبقى وي بكامل. لمكن تكتبها كده. تقول الواي. تساوي باع ي���قى على إثنين ناقص اكس. يعني يطلنا دي مكان دي وده ما كان دي. حصلش حاجة هذا. لما الحدود مجموع فوقنا عن سفر يبقى وي بايع Grandma 2. لما الإكس تققى wal shotgun250 ب written. اكتب التكامل ثاني. هذا بالتفصيل المملة من b على الاتنين لصفر من b على الاتنين لصفر والتكامل جزر فوق بدل sin x ستبقى sin 90 نقص y 90 نقص حاجة sin تقلب 90 تقلب فتخلال كوزين الحاجة يبقى كوزين y على تحت sin x ستبقى كوزين y يعني كلهم 90 نقص زائد كوزين x ستبقى sin y طيب والdx ستبقى سالب dy يعني dy والسالب يقلب الحدود جميل جدا خلي بالك كل x ستبقى وضع 90 نقص y هتلاقي دي بقى sin 90 نقص y يعني كوزين y هنا sin 90 نقص y بقى كوزين y كوزين 90 نقص y ستبقى sin y التسعين بتقلب بالتهته وحصلنا على التكامل العظيم ده قلنا أي تكامل نقدر نشيل الفاريابل بتاعه ونخليه بأي اسم تاني أحمد حسيم x برحتي يا معلم ما هو نفس القيمة ما هو يطلع نفس الناتج في الآخر لكني عامات الصبستوشن بيقولك y بتساوي x ما يبقى dx بتساوي dy يبقى حدود y هي حدود x ايه ده ما هو نفس التكامل طبع الفل فهم الفكرة فالتعويض لا يؤثر في ناتج التكامل يا صديق لكنك قلبت الأكسيز غيرت بس المحاور لكن الناتج هو هو المهم ده كده اسمه ايه احنا عملنا تعويض يبقى ده هو نفس التكامل الأصلي لم يختلف التعويض لا يؤثر في قيمة التكامل يبقى ده اسمه ايه مثلا واللي فوق برده اسمه ايه ايه برده بجمع التكاملين انت فكر بقى نجمع ونطرح لما نجمع هتلاقي المقام هو المقام والبسط مع البسط اللي هنا هيتدلك نفس اللي في المقام يبقى جمعهم يعني اثنين اي هيساوي التكامل الناحية تانية من صفر الباية على الاثنين لما جامنهم على بعض لان البسط قد المقام يعني واحد dx لما تراunal تتكامل ال واحد يبقى اطرح إلى حدأ الاعلى نقص الاسفل عشانث الان بث نحن عندنا عمق في الفهم دلحتي اتمنى يعني هذه المسألة التانية ممكن تخب مسألة كامnote مسألة ايه مثلا تعال اه 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 اه. تعال نشوف انا احرط اسئلة كتير قوي هنا. يعني ممكن اجيب لك ايه ممكن اجيب لك ايه ممكن اجيب لك ايه ممكن اجيب لك ايه. اقول لك ايه. خلي المسائل الدرس الجاي. خلينا ناخد دي حلو قوي دي. عشان بس يعني بجربت لك كله. لو قلت لك بقى المرضى يفيش زوال المثلثية. ده من 3 ل 6. حطت لك فوق جزر اكس. وحطت لك تحت. خلي بالك. جزر اكس زائد جزر التسعة ناقص اكس دي اكس. طبعا التكامل اللي حاولت تعمله يا دوي هتاخد في وقت طويل جدا. هتدرب بصوا مقام في المرافق بتاع دول. ويعيش بقى معل. هيتطلع لك فوق حجم لعبكة بنت الزينة. مش تعف تحلي فيها اي حاجة. لكن لو بالنظر فكرت خمس ثواني. التسعة ناقص الاكس دي. والاكس اللي هنا زي الاكس اللي فوق ده يديك يعني يديك لمحة ان في حاجة هتحصل. ايه اللي هيحصل. انا باستباق الاحداث. بقول هخلي المقام ده زي ما هو. وهعمل تعويضة. بص بقى التفكير. هنعمل تعويضة. تخليلي اللي فوق ده. يبقى شابه ده بالزبط. ليه? عشان يبقى كده جبت التعويضة دي. هتطلعي التكامل لنفس القيمة. يبقى ده اسمه اي وده اسمه اي برضو. الاي التانية هيبقى عندي فوق الترم التاني اللي تحت. اجمع التكاملين على بعض. هحصل فوق على نفس اللي في المقام. يبقى خلصت التكامل. في ثانية. يبقى ايه التع التعويضة اللي عملها فوق. هقول له بص. انا مش فاهم عامل ايه. بس انا اقول. انا نفس الاكس. تقى بتساوي تسعة نقص حاجة. تسعة نقص واي مسلا. ما هو الفاريابل اللي اختلف كله في المسألة كلها. مش يحصل حاجة. هنقدر نشيره ونغير اسمه يعني. يبقى دي اكس. بتساوي سالب دي واي. يبقى الواي. لما الاكس تقاب ثلاثة. هنقدر نقول على جانب كده. والواي بتساوي تسعة نقص اكس. هدي مكان دي ودي مكان دي. لما الاكس تقاب ثل التاتة. الواي هتقاب ستة. لما الاكس تقاب ستة. الواي هتقاب ثلاثة. بس عملنا الحدود الواي. كده التكمل جاهز. اكتب التكامل الجديد بدلالة الواي. اللي هو نفس التكمل الاولاني. هل الاثنين هم بالضبط نفس القيمة. الشكل بس بيختلف ده اي لما تعمل تعويض هيفضل اي برده. بس شكله اختلف. بقى ايه? بقى من ستة تحت. لثلاثة فوق. واللي فوق هنا بقى جزر الاكس. سمينا تسعة نقص واي. الكزر تسعة نقص واي. على ج زائد. انظروا. انظروا. جذر 9 ناقص X. انظروا. جذر 9 ناقص X. انظرنا. 9 ناقص X. 9 ناقص X تسوي Y على طول. غير من نعمل اي شيء. انظر جذر Y. ودx قال لك بسالب DY. دي Y. والسالب يقلب الحدود. يقلب الحدود. يجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق. ايه ده؟ لما نقدر نغير ده ده وخليه اسمه X. والله ما حد لي عندي حاجة. مراحتي جدا يعني. اهو غير كل حاجة. ما حدش لي عزعل. اي دي. مع الاي الاولانية خالص. نقول بجمع الاي تين. لان نفس الحدود نفس كل حاجة نفس اجمع. يبقى اللي اتنين من الاي. بيساوي. تكامل من ثلاثة لستة. اكتبوا بالتفصيل بقى المراتي. جذر X ده الفقاني. على جذر X زائد جذر 9 ناقص X. زائد. تكامل اللي تحت الثلاث تطلع ايه؟ جذر 9 ناقص X. اهو. اللي فوق اختلف. ده اللي احنا عايزينه اصلا من الهدف. والمقام هو هو. ايه ده هو هو؟ اهو الله هو هو. بس مكانهم متغير. بس ده مكان دي و دي مكان دي. الجمع ابدالي يا كبير. طيب. يبقى كده المقام متوحد اجمع لفوق. طلع نفس اللي في المقام. شيلهم وحط واحد. ما هو. اي حاجة على نفسها بواحد. واحد. يبقى التكامل الحد الاعلى ما اصل حد الاسفل. اي حد يعرف يعني التكامل ده. يبقى طلع ثلاثة. يبقى الآي. ثلاثة على اثنين. مين الاي دي ده ناتج التكامل. اللي هو ثلاثة على اثنين ده. هو ناتج التكامل ده. هنتج التكامل ده والاتنين نفس القيمة بسوي 3 على الاتنين في ثانية ممكن اعمله بالنظر كمان شفت فيدي تكينج بروبرتي تعويض عظيم تعاوض بمجموع الحدين ستة وتلتة مجموعهم تسعة تعاوض بمجموع الحدين ناقص الاكس اهو تسعة ناقص الاكس لنها وحطينا واي هو ده التعويضة بس انا اشتغلك انها مسألة التعويض عادية خالص بس بحط في اعتباري التغير اللي هيحصل هيبقى ايه شكل ده بقى قادر عن يحل لك مسائل مخيفة مسائل شكلها يخد بص دي صعب جدا بص ده مخيف بص 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 منظر دي لو حاولت تحلها من غير الكنج بروبرتي هتتعقد في عشتك وخاصة بقى لو جينا حاجة زي كده مس مثلا ده صعب جدا جدا لو حاولت تحل ده من غير الكنج بروبرتي تقريبا مش صعف تحل خالص كل المسائل بقى الفضلة دي هنعملها بإذن الله في السلسلة التكاملات نحل لهم كاملة وكل واحدة فيما حلها في ثلاثة اربع دقيق لانك هتكون فاهم الكنج بروبرتي تكون سمعت الحلقة دي فاربر معاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا كان عندي كلام كثير والله بس اقول لي في التعليقات انت موسوط ولا مش موسوط يعني في ناس كده بتوصل الاخر اعرف من تحت ان انت وصلت الاخر لها اشتركوا في القناة